السلام عليكم قيام الإمبراطورية العثمانية إمارة آل عثمان استولى جنكيس خان في الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي على شمالي الصين وبدأ زحفه نحو تركستان التي نجحت قواته المغولية في اجتيازها واقتربت من إيران وكانت تلك القوات تثير الفزع والرعب في نفوس الناس لقيامها بالأعمال الوحشية التي لم تعهدها البشرية من قبل وفي أثناء هذه الفترة المتطربة المشوبة بالخوف والهلع كان في جنوب صحراء قرى قرب بشمالي الصين ما يقرب من سبعين ألف خيمة بدوية يسكنها نحو نصف مليون إنسان من الأتراك المسلمين من بينهم عشيرة صغيرة السماقائي وقد اضطر هذا الجمع الكبير إلى هجرة أوطانهم عندما أحسوا بقرب خطر المغول فعبروا إيران واقتربوا من الأناظول غير أنهم لم يستقروا جميعا فيها بل استقر بعضهم في العراق الشمالي وبعضهم في غربي إيران وبعضهم الآخر في القوقاز في حين وصلت عشيرة قايي الصغيرة هجرتها نحو الأناظول وكان عددها نحو أربعة آلاف فرد كان يرأس هذه العشيرة رجل تركي يدعى كوندوز آلب ثم خلفه في رئاستها بعد وفاته ابنه أرطغرول والد الأمير عثمان مؤسس الدولة العثمانية التي عرفت باسمه وفي أثناء ذلك دارت في منطقة أرزنجان الواقع الآن في الشمال الشرقي لتركيا معركة سميت باسم ياسي جمن بين السلطان قونية الصلجوقي وجلال الدين خوارج من شاه خاقان تركيستان وكذا السلطان قونية أن ينهزم لو لا تدخل عشيرة قايي بقيادة كوندوز آلب فأقاله من عطرته وكان سببا في نصره ولم تكن هذه العشيرة تعلم من أمر القتال شيئا لكنها تدخلت نجدة للملهوف ونصرة للضعيف عرف السلطان قونية أن هذه العشيرة تبحث عن وطن فأقطعها تغرا على الحدود بين سلطانته الدولة الصلجوقية في الأنادول وبين الإمبراطورية البزنطية تقديرا لقوتهم وشجاعتهم وبراعتهم الحربية وفي سنة 651 هجرية توفي كوندوز آلب وخلفه ابنه أرطغر وبعد فترة توفيه هو الآخر فأصدر سلطان قونية مرسوما بتعيين الأمير القبلي عثمان محل أبيه فتولى الأمر وهو في الثالثة والعشرين من عمره ثم زالت دولة سلاجقة الروم في الأنادول وحل محلها عدة إمارات صغيرة نجح العثمانيون في ضمها إلى دولتهم التي بدأت تنمو وتتوسع حتى توحد الأنادول تحت قيادتهم الأمير عثمان تولى بعد أبيه مسؤولية الإمارة وبدأ في توطيد سلطانه على أساس من العدل والنظام واخذ في توسيع رقعة دولته حتى وصلت إلى مدينة يني شهر التي اتخذها عاصبة لبلاده وبذلك أصبح على مرمى البصر من بروسة ونيقية وكانتا من أهم المدن في غربي الأنادول ولما وجد عثمان أن إمارة أهل قرمان هي أقوى الإمارات التي قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم أرسى سياسته على عدم الاستدام بها والتوسع غرباً اتجاه البزنطيين وبدأ في إرسال حملاته من موقعه الحصين في يني شهر إلى المدن اليونانية المجاورة ونجح في الاستيلاء على كثير من الحصون قبل أن تتحرك جيوش الدولة البزنطية لمواجهته عرف الأمير عثمان بشخصيته القوية وتحليه بالصبر والمثابر وضبط النفس وحماسته للإسلام لكن في غير تعصب بل في سماحة ورفق فلم يدطهد أهل الذمة وإنما اجتذبهم إلى خدمته فأسلم منهم جماعات كثيرة صارت ركيزة من ركائز دولته الناشئة وتوفي عثمان في الوقت الذي كان ابنه أورخان يحاصر مدينة بورصة بعد أن ترك له وصية وهو على فراش الموت سجلها المؤرخ العثماني عاشق لبي جاء فيها يا بني أحط من أطاعك بالإعزاز وأنعم على الجنود ولا يغرنك الشيطان بجهدك وبمالك وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت وهذا يا ولدي ما أنت أهل الله يا بني إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء رب العالمين وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق فتحدث مرضاة الله جل جلاله ويعد عثمان أول من استقل بالإمارة وراوده حلم إرساء قواعد دولة مترامية الأطراف وكان أهل إمارته يطلقون عليه لقب قر عثمان رمزا لقوة الشخصية والحيوية الجسمانية الأمير أورخان بن عثمان بن أرطغرل تولى أورخان الحكم بعد وفاة أبيه سنة 726 هجرية ولم يكد يمضي على توليته وقت طويل حتى تقدم نحو بحر مرمرة وأزم حملة بيزنطية كان يقودها الإمبراطور أندري نوكس الثالث وبعدها تخلت بيزنطة عن بدل الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة العسكرية في الأناظول أو تعزيز حاميات ما تبقى لها من المدن هناك وقد أدى ذلك إلى نجاح أورخان في الاستيلاء على معظم شبه جزيرة نيقية وسواحل خليج نيكوميديا وسقوط نيقية دون مقاومة ثم استيلائه على ما تبقى من الأراضي البيزنطية في غربي الأناظول دون صعوبة مما جعل دولته أقوى إمارات التوركمان في المنطقة لسيما وقد تعزز مركزها باعتبارها زعيمة الجهاد ضد البيزنطيين كما عزز أورخان مركزه بالتوسع على حساب إمارات الطوائف التي تطل على الشواطئ بحر مرمرة وسيطر على ساحله الجنوبي مما سهل له مهمة العبور إلى أوروبا حين سنحت له الفرصة وقد أنضى أورخان بعد استيلائه على إمارة قراسي عشرين سنة دون أن يخوض معارك وإنما شغل نفسه في وضع النظم المدنية والعسكرية التي تقوي من شأن الدولة وفي تعزيز الأمن الداخلي وبناء المساجد والمدارس ورصد الأوقاف عليها وإقامة المنشآت العامة وتميزت الإدارة العثمانية في عهد أورخان بالكفاءة وإتاحة الفرصة أمام رعاية الدولة ومعاملة أهل الذمة بتسامح كامل والاهتمام بالتعليم وأهله الأمير مراد بن أورخان تولى حكم الدولة بعد وفاة أبيه سنة 761 هجرية ووصل جهود أبيه في الفتح ونجح في العام التالي من توليه الحكم في فتح مدينة أدرنة ونقل إليها العاصمة بعد أن كانت في بورصة ثم فتح أراضي الدولة البيزنطية في البلقان حتى أصبحت القسطنطينية عاصمة البيزنطيين محاصرة تماما بالأراضي العثمانية ونتيجة لتلك الفتوحات صارت الدولة العثمانية متاخمة لكل من السرب والبلغار وألبانيا وأدى هذا النشاط العثماني إلى انزعاج أوروبا وازديد قلقها فكاتب أمراء تلك المناطق إلى ملوك أوروبا الغربية وإلى البابا يستنجدون بهم ضد المسلمين تقام البابا بالدعوة إلى قيام حرب صليبية جديدة غير أن ملك السرب هاجم أدرنة عاصمة العثمانيين وكان مراد غائبا عنها فلما علم بأخبار هذا الهجوم عاد بجيشه ليحارب السرب ونجح في إلحاق الهزيمة بهم ثم قام ملك السرب الجديد وقتها بعقد حلف عسكري مع أمير بلغاريا لمحاربة العثمانيين فلما قامت الحرب بينهما هرب أمير البلغار من المعركة ثم اصطلح الطرفان السرب والبلغاري مع الدولة العثمانية نظير جزية سنوية يقدمانها لها لكن السرب نقد عهدهم فأقام ملكهم تحالفا صليبيا مع البادع ضد العثمانيين والتقى الفريقان في مكان يسمى قوسوة سنة 197 هجرية حيث دارت معركة من أعظم معارك الإسلام انتصر فيها العثمانيون وهزم السرب هزيمة منكرة وقتل ملكهم وعقب انتهاء المعركة قام الأمير مراد بتفقد ساحة المعركة وكان الليل حالك السواد والهلال والنجوم في السماء وساحة المعركة مدرجة بالدماء فأوحى ذلك بفكرة العلم العثماني كما يقال فجاء علما أحمر الأرضية يذكر بالدماء التي ملأت أرض قوسوة ويزين العلم الهلال والنجوم ولا يزال علم تركيا على هذه الصورة حتى الآن وأثناء تفقد الأمير المنتصر مراد ساحة القتال إذا بسربي جريح يقوم من بين القتلى ليطعنه بخنجر فيقتله على الفور ويستشهد في ساحة الجهاد وهو يبلغ من العمر 65 عاما عرف الأمير مراد الأول بالعادل وبمعاملته رعيته من أهل الذمة معاملة حسنة وبكثرة المعارك التي حالفه فيها النص حتى إنه دخل 73 معركة في الأناظون وفي البلقان خرج منها جميعا مضافا كما أنه تسلم الدولة من أبيه ومساحتها نحو 59 ألف كيلومتر مربع وتركها عند استشهاده وهي تبلغ 500 ألف كيلومتر مربع أي أنها زادت في مدى 29 سنة أكثر من خمسة أمثالها حين تسلمها من أبيه السلطان بايزيد الأول السلطان العثماني الذي أسره تيمور لانج وكادت في عهده تختفي الدولة العثمانية لم ينتقل أهل عثمان من طور الإمارة إلى طور السلطنة إلا في عهد بايزيد الأول المشهور بالساعقة للسرعة تنقله بجيوشه بين أوروبا والأناظون وقد بدل بايزيد جهودا عظيمة في توحيد منطقة الأناظون تحت قيادته وفي استمرار الفتوحات في منطقة البلقان فدخل رومانيا وضم جنوبها الأفلاق إلى الدولة العثمانية وفتح السلانيك واستولى على يني أشهر وألحقت تسالية بدولته وفتح سكوب ودخل جيوشه طورنوفا ووصل فتوحاته في مقدونيا الشمالية وألبانيا ونجح في ضم بلاد البلغار وجعلها ولاية عثمانية ووصلت جيوشه إلى اليونان ودخل أثينا وانتقل إلى شبه جزيرة المورة ودفع له الصرب جزية سنوية كما حاصر القسطنطينية أربع مرات ونتيجة لهذا توحدت أوروبا كلها ضده لطرده من البلقان فتكونت حملة صليبية ضده في جماد الأولى سنة 798 هجرية بقيادة سيغموند ملك المجر الذي استنجد بالبابا وبملوك أوروبا لإنقاذ المجر وبزنطة من الخطر العثماني فحملت الحملة شعار سحق الأتراك أولا ثم احتلال القدس وتكونت هذه الحملة من جيوش مجرية وفرنسية وألمانية وهولندية وإنجليزية وإيطالية وإسبانية بلغت نحو 130 ألف محارب واجتازت نهر الدانوب وبلغت مدينة نيكو بولي وعندها دارت معركة طاحنة بينهم وبين الجيش العثماني الذي بلغ عدده نحو 90 ألف جندي بقيادة بايزيد الساعقة وانتهت معركة نيكو بولي بانتصار العثمانيين وبوقوع كثير من أشرف فرنسا في الأسر منهم الكونت دينيفر قائد قوات بورغوينة وولي عهدها وقد أقسم هذا الكونت على عدم العودة إلى محاربة العثمانيين ولكن بعد قرار بايزيد بإطلاق صراح الأمراء الأسرة أراد أن يحل الكونت دينيفر من قسمه فقال له أيها الكونت لك أن تعود مرة أخرى لمحاربتي لكي تمسح العار الذي لحق بك واعلم أني لا أخاف من عودتك وإلا ما كنت أطلقت صراحك تعال وقت ما تشاء فستجدني وجنودي أمامك ثم أرسل الأمير بايزيد الأول أنباء هذا الانتصار إلى الخليفة المتوكل العباسي بالقاهرة فأجابه الخليفة بأن أرسل إليه تشريفا وخلعا والسيفة وكان هذا يعني الاعتراف ببايزيد الأول سلطانا على إقليم الروم الأنادول والبلقان وبهذا أصبح الأمير بايزيد أول من حمل لقب السلطان في آل عثمان حصر العثمانيون العاصمة البيزنطية في عهد بايزيد الأول أربع مرات الأولى في سنة 793 هجرية حيث اصطفى 6000 جندي عثماني عن امتداد صور القسطانطينية وحاصروا المدينة حصارا شديدا ولم يستطع أحد الدخول إلى المدينة أو الخروج منها دون موافقة العثمانيين ودام هذا الحصار سبعة أشهر دون أن يخدع امبراطور بيزنطة لبايزيد دون قتال والثانية في سنة 797 هجرية واستمر هذا الحصار طوال صيف ذلك العام والثالثة في سنة 800 هجرية والرابعة كانت بين سنتي 802 و 804 هجرية على إثر ذهاب الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني إلى إنجلاتيرا وزيارته لأوروبا لمدة 13 شهر طلبا للمساعدة ضد العثمانيين ولم ينفك هذا الحصار إلا بعد قدوم تيمور لانك بجيوشه الجرارة التي عصفت بالسلطنة العثمانية وتسببت في انهيارها فترة من الزمن ويجدر بالذكر أن بايزيد لم يفك حصاره الرابع عن القسطنطينية إلا بشروط منها أن يبني المسلمون الذين يعيشون داخل المدينة جامعا لإقامة شعائر الدين وأن تقام لهم محكمة شرعية للنظر في قضاياه ويذكر لبايزيد تشييده القلع المسمات جوز لجا حصار أنا دولي حصار على الضفة الأسيوية من بوغاز القسطنطينية الأزمة بين تيمور لانك وبايزيد أسس تيمور لانك خاقان أتراك الشرق التركستان إمبراطورية عظمى امتلكت جيشا قويا ومنظما اجتاح به الشرق ثم حدث نزاع بين تيمور لانك وبايزيد بسبب لجوء أحمد بن أويس الذي فر من بغداد أمام تيمور لانك إلى بايزيد واحتمائي به اتخذ تيمور لانك من هذا الحادث دريعة للتحرك ضد العثمانيين وبخاصة بعد رفض بايزيد طلب تيمور لانك تسليمه أحمد بن أويس فقام بحملته الأولى على الأناضول سنة 803 ووصل إلى سيواس فدخلها وخربها وسفك دماء أهلها بعد أن صمد العثمانيون على قلتهم أمام جيوش تيمور لانك الجرارة وأبلوا بلاء حسنة ثم انسحب تيمور لانك من الأناضول إلى القوقاز بعد أن استولى على ملاطية من العثمانيين كان تيمور لانك يأمن أن يعترف بايزيد بتبعيته له مثل سلاطين المماليك والهند غير أن هذا الأمن لم يتحقق إذ رد عليه بايزيد ردا فيه تحقير وحاول تيمور لانك إقناع أمرائه بشن حرب حاسمة ضد العثمانيين وكان رأي أمراء تيمور وأولاده أنه لا يليق بهم محاربة الدولة العثمانية وهي دولة سنية حنفية المذهب مثلهم وتجمعهم اللغة التركية كما أنها تعد حاملة لراية الجهاد الإسلامي لكن تيمور لانك نجح في إقناع المخالفين له في الرأي باحتمال أن يقوم بايزيد بضرب الجيش التيموري من الخلف أثناء حملته على الصين فدخل تيمور لانك إلى آنادول مرة أخرى سنة 805 هجرية على رأس جيش ضخم بلغ عدده نحو 300 ألف جندي وفي مقدمته 32 فيلا مدرعة وصار به حتى وصل إلى أنقر وهناك التق بالجيش العثماني في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 804 هجرية واستمر اللقاء حتى غروب الشمس وكان النصر فيه حليفة تيمور لانك وأسر في المعركة السلطان بايزيد بعد أن أبلى جنوده بلاء حسن وكبدوا تيمور لانك خسائر فادحة لم يسبق له أن تكبدها حيث قتل له في المعركة نحو 40 ألف جندي لقد كانت معركة أنقرة من أكبر المعارك الميدانية التي حدثت خلال العصور الوسطى وتعد من أكبر الكوارث في التاريخ التركي حيث أخرت نمو العثمانيين وفتوحاتهم نصف قرن وأطالت عمر الدولة البيزنطية المدة نفسها وعطلت وحدة الأنادول 70 سنة عاش السلطان بايزيد في أسر تيمور لانك سبعة أشهر واثنى عشر يوما ومات في آق شهر قرب قونية سنة 806 هجرية وأرسل جثمانه إلى بورصة ثم أطلق تيمور عقب وفاة بايزيد سراح ابنيه الذين أسر معه العثمانيون يعيدون تكوين دولتهم عاش العثمانيون عقب معركة أنقرة فترة أطلق عليها المؤرخون عهد الفتنة أو دور الفوضى وكانت مدتها عشر سنوات 11 شهرا وثمانية أيام وهي فترة الصراع بين أبناء بايزيد على العرش العثماني حتى نجح أحدهم وهو محمد بن بايزيد الملقب بمحمد لبا في تولي السلطنة والقضاء على الفوضى والفتنة والبدء في إعادة البناء وتعمير الدولة وتنظيم أمورها حتى عده المؤرخون المؤسس الثاني للدولة العثمانية وتوفي محمد الأول سنة 824 هجرية عن 39 عاما في مدينة أدرنا تولى مراد بن محمد عرش السلطنة وعمره 17 سنة وبدأ عهده بعقد هدنة مع ملك المجر لمدة خمس سنوات حتى يتفرغ للأناظول وبعقد صلح مع أمير قيرمان ثم اتجه مراد إلى محاصرة مدينة القسطنطينية سنة 825 هجرية ودام الحصار 64 يوما وكان بحريا وبريا بجيش قوامه 30 ألف جندي وكان احتمال السقوط العاصمة البيزنطية كبيرا بعد أن أحدثت القوات العثمانية أضرارا بالغة بصور المدينة غير أن السلطان مراد إذ طر إلى رفع الحصار بعد أن جاءته أنباء حدوث فتنة في الأناظول وعقد الصلح مع بيزنطة مقابل أن تدفع جزية كبيرة سنوية ثم اتجه مراد الثاني إلى تأديب إمارات الأناظول التي تمردت عليه أثناء انشغاله بمحاربة بيزنطة فقضى بصورة نهائية على إمارات منتشة وأيدين وتسكة وقلس حدود إمارة جاندار وفي سنة 829 هجرية اجتاز السلطان مراد الثاني على رأس جيشه نهر الدانوب والتقى مع الجيش المجري وانتصر عليه وعقد مع ملك المجر معاهدة تنازل بمقتضاها عن أملاكه في الدفة اليمنى لنهر الدانوب الذي أصبح فاصلا بين أملاك الدولة العثمانية والمجر ثم فتح مراد سيلانيك ويانيا ونجح في إلغاء إمارة السرب تماما وأطلق عليه لواء سمندرة كما خضعت ألبانيا للدولة العثمانية بعد حروب يسيرة وعقدت البندقية صلحا معها وفي عهد مراد الثاني توترت العلاقات بين المماليك والعثمانيين بسبب إمارتي قرامان ودلقادر غير أنه لم يهتم بهذا الأمر بسبب إعلان البابا أوجينيوس الرابع سنة 843 هجرية عن حملة صليبية ضد الدولة العثمانية بقيادة القائد المزري هونيادي الذي اتخذ من إخراج العثمانيين من البلقان هدفا لحياته وقد تمكن هذا القائد المزري من هزيمة عدة جيوش عثمانية مما اضطر السلطان إلى محاربته بنفسه ثم عقد صلحا مع المجر سنة 848 هجرية أعيد بمقتداه تأسيس إمارة السرب على أن تكون تابعة للدولة العثمانية ومنطقة عازلة بينها وبين المجر ولما شعر السلطان مراد الثاني بالتعب تخلى عن عرشه لابنه محمد الثاني الذي عرف فيما بعد بمحمد الفاتح وكان عمره آنذاك 21 عاما فشكل الأوروبيون على الفور حملة عسكرية على الدولة العثمانية وشاركت فيها قوات من المجر وقلونيا وألمانيا وفرنسا والبندقية وبيزنطا وبيرزودرية وكانت تلك الحملة بقيادة هونيادي واختير الملك المجري لاديسلاس قائدا شرفيا للحملة وقد نهبت هذه الحملة في طريقها كل شيء حتى الكنائس الأرتودكسية لم تسلم من أيديهم وإزاء هذه التطورات اجتمع مجلس شورى السلطان العثمانية وطلب عودة مراد الثاني إلى الحكم مرة أخرى فعاد وبدأ في إعداد جيشه للقاء تلك الحملة الصليبية فتحرك على رأس جيشه الضخم الذي بلغ أربعين ألف جندي والتقى مع تلك الحملة في فارنا وهي مدينة بلغارية تقع على شاطئ البحر الأسوأ ودارت بينهما معركة هائلة عرفت باسم معركة فارنا في الثامن والعشرين من رجب سنة 848 هجرية وفيها حقق العثمانيون نصرا غادية وقتل الملك لاديسلاس وهرب هونيادي من المعركة وبهذا النصر أيقن الأوروبيون صعوبة طرد العثمانيين من منطقة البلقان وقد فرح العالم الإسلامي بهذا النصر فرحا شديدا حتى إن السلطان جقمق المملوكي أمر أن يذكر اسم السلطان مرادة ثاني مجاملة بعد اسم الخليفة العباسي في القاهرة لم تستسلم أوروبا لهذه الهزيمة فجهزت حملة صليبية أخرى ضمت نحو 100 ألف جندي بقيادة هونيادي والتقت بالعثمانيين بقيادة السلطان مرادة ثاني في صحراء قوسوى في الثامن عشر من شعبان سنة 852 هجرية وانتصر العثمانيون في هذا اليوم انتصارا عظيما السلطان محمد الفاتح أعدم سلاطين الدولة العثمانية فاتح القسطنطينية وقاهر أوروبا ولد السلطان محمد في السابع والعشرين من رجب سنة 835 هجرية وتولى عرش السلطان بعد وفاة أبيه في الخامس من المحرم سنة 855 هجرية بعد أن بايعه أهل الحل والعقد في الدولة العثمانية خدع السلطان محمد شأنه في ذلك شأن كل أمير عثماني لنظام تربوي صارم تحت إشراف مجموعة من علماء عصره المعروفين وهو ما يزال غدا فتعلم القرآن الكريم والحديث والفقه والعلوم العصرية آنداب من رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات عسكرية نظرية وتطبيقية كما كان السلطان محمد يشترك في الحروب التي كان يشنها والده السلطان مراد الثاني ضد أوروبا أو التي كان يصد فيها اعتداءاتهم وكعادة آل عثمان في إسناد إدارة ولاية لكل أمير وهو صغير حتى يؤهل لقيادة الدولة بعد ذلك قضى محمد فترة إمارته في مغنيسيا تحت إشراف مجموعة من أساطين علماء العصر وفي مقدمتهم الشيخ آق شمس الدين والمل الكوراني وقد أثرت هذه المجموعة من العلماء في تكوين الأمير الصغير وتشكيل اتجاهاته الثقافية والسياسية والعسكرية وكان الشيخ آق شمس الدين صارما مع الأمير حتى إن السلطان محمد وهو السلطان قال لأحد وزرائه عن شيخه هذا إن احترامي لهذا الشيخ احترام يأخذ بمجامع نفسي وأنا ماثل في حضرته مضطربا ويدايا ترتعشان درس السلطان محمد إلى جانب دراسته الأكاديمية المنظمة اللغات الإسلامية الثلاثة التي لم يكن يستغني عنها مثقف عصري آنذاك وهي العربية والفارسية والتركية وعني بالأدب والشعر خاصة فكان شاعرا له ديوان بالتركية وله بيت مشهور يقول فيه نيتي هي الامتثال للأمر الإلهي جاهدوا في سبيل الله وحماسي إنما هو حماس في سبيل دين الله وتعلم السلطان محمد أيضا اللغات اللاتينية واليونانية والسربية ولا تخفى أهمية هذه اللغات لأمير في طريقه إلى تولي الدولة العثمانية وقد أثرت فترة إمارة محمد في شخصيته فجعلته بفضل توعية أساتدته أكثر الأمراء العثمانيين وعيا في دراسة علوم التاريخ والجغرافية والعلوم العسكرية وبخاصة أن أساتدته وجهوا اهتمامه إلى دراسة الشخصيات الكبيرة التي أثرت في مجرى التاريخ وأبانوا له عن جوانب العظم في تلك الشخصيات كما وضحوا له نقاط الضعف فيها أملا أن يكون أميرهم ذات يوم من أكثر الحكام خبرة وحكمة وعبقرية ولا شك أن الشيخ آق شمس الدين استطاع أن يلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية محمد وأن يبت فيه منذ صغره أمرين جعلا منه فاتحة وهما مضاعفة حركة الجهاد العثمانية والإيحاء دوما لمحمد منذ صغره بأنه هو الأمير المقصود بالحديث النبوي لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وقد استغرق تحقيق النقطة الأولى فترة تاريخية من حياة السلطان محمد بعد أن أصبح سلطانا للدولة لنرى فيه حملاته العسكرية ونكتفي هنا بذكر حروبه البرية على الجبهة الأوروبية ففي عام 857 هجرية فتح القسطنطينية 867 و 870 هجرية فتح بلاد البوسنة والهيرسك وفي عام 881 وقعت حرب المجر ومنذ حرب بلاد المجر وحتى وفاة الفاتح عام 886 هجرية دخلت الدولة العثمانية في حروب بحرية كثيرة منها ضم الجزر اليونانية عام 884 هجرية وضم أترانتو عام 885 هجرية ومعلوم أنه كان قد أعد بالفعل جيوشه وتحرك على رأسها لمحاربة المماليك إلى أن الموت عجلة فتح القسطنطينية رأى السلطان محمد الفاتح أن فتح القسطنطينية كما أنه يحقق أملا عقائديا عنده فإنه أيضا يسهل للدولة العثمانية فتوحاتها في منطقة البلقان ويجعل بلاده متصلة لا يتخللها عدو وكانت القسطنطينية تمثل الأرض التي تعترض طريق الفتوحات في أوروبا فبدأ في عاصمته أدرانة الاستعداد لعملية فتح القسطنطينية ومن ذلك صب المدافع خاصة الضخمة منها والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى أسوار مدينة القسطنطينية ثم رأى السلطان محمد أن جده بايزيد الساعقة كان قد بنى أثناء محاولته فتح القسطنطينية قلع على الضفة الأسيوية من البوسفور سماها أناظول حصارة أي قلعة الأناظول كانت تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور فقرر محمد أن يبني في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة سماها روم لا حصارة أي قلعة منطقة الروم يطلق الأتراك على الجانب الأوروبي من تركيا والمنطقة الملاسقة له والمعروف الآن باسم البلقان اسم روم إيلة أي منطقة الروم وكان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما وكان السلطان محمد هو الذي وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة ونفدها المعماري مصلح الدين آغا ومعه سبعة آلاف عامل أنهوا مهمتهم في أربعة أشهر كاملة وبعد أن تم البناء خرج بعض الجنود العثمانيين لرؤية القسطنطينية فما لبت أن وقع بينهم وبين البيزنطيين المجاورين لأسوار المدينة بعد حوادث شغب كان لها رد فعل عند السلطان محمد فأصدر أوامره بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار والقرويين المجاورين للمدينة فقام إمبراطور بيزنطة قسطنطين داركازير بإخلاء القرى المجاورة وسحب سكانها إلى داخل المدينة ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب القسطنطينية وإحكام رتاجعة وبينما الاستعدادات العثمانية تجري على قدم وساق في أدرنة لفتح القسطنطينية كان الوضع في المدينة غاية في الإضطراب فقد طلب الإمبراطور قسطنطين معونة عاجلة من البابا نيقول الخامس فاستجاب البابا وأرسل الكاردنار إزودور إلى القسطنطينية فتوجه هذا الكاردنال وهو كاثوليكي إلى كنيسة آياصوفيا وأقام فيها المراسم الكنسية على الأصول الكاثوليكية مخالفا بذلك بل ومتحديا مشاعر شعب القسطنطيني الأرتودوكسي وقف الشعب ينظر إلى الكاردنال المنقذ بشمئزاز بالغ وكان إمبراطور القسطنطينية يميل إلى فكرة اتحاد الكنيستين الأرتودوكسية والكاثوليكية أما رئيس الحكومة لوكاس نوتاراس وغناديوس الذي صار بطريقا بعد الفتح فقد عارض بشدة هذا الاتحاد خوفا على الأرتودوكسية من الفناء وقال نوتاراس قولته الشهيرة إني أفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية ولم يكن البزنطيون قد نسوا الأعمال الوحشية التي قام بها اللاتين عندما احتلوا القسطنطينية عام 601 هجرية ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانى عن إرسال موجات المتطوعين إلى القسطنطينية بناء على طلب إمبراطوريا لكن مجيء إزودور لم يحقق أدنى نتيجة في مسألة اتحاد الكنيستين حاصر العثمانيون القسطنطينية برا وبحرا في سنة 857 هجرية واشترك في الحصار من الجنود البحرية 20 ألف جندي على 400 سفينة أما القوات البرية فكانت 80 ألف جندي والمدفعية 200 مدفع وقفت القوات البحرية العثمانية بقيادة بلط أوغلو سليمان بيك على مدخل الخليج الذهبي وكان عليه تدمير الأسطول البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج وكان البيزنطيون قد أغلقوا قبل الحصار الخليج بسلسلة حديدية طويلة يصعب من جرائها دخول أي سفينة إلى الخليج مما شكل أكبر معضلة أمام العثمانيين لأن سفنهم كان عليها أن تحمل الجنود وتدخل الخليج لإنزالهم لكي يضربوا القسطنطينية ثم جاءت ثلاث سفن جنوبية وسفينة بيزنطية بقيادة القائد الشهير جوستنياني أرسلها البابا للدفاع عن القسطنطينية ولنقل الإمدادات إليها جاءت هذه السفن ولم تستطع البحرية العثمانية منعها فبعد معركة عنيفة مع البحرية العثمانية تغلب جوستنياني ومضى بسفنه إلى الخليج ففتح لها أهل القسطنطيني السلسلة الحديدية وأدخلوها وكانت هذه الحادثة دافعا لكي يفكر السلطان محمد في خطة عسكرية شهد لها القواد العسكريون بالبراعة كانت هذه الخطة تقضي بنقل سبع وستين سفينة من السفن الخفيفة عبر البر من منطقة غالطة إلى داخل الخليج لتفادي السلسلة وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على طول المنطقة المذكورة ثم دفعت السفن لتنزلق على هذه الأخشاب في جنح الظلام بعد أن استطاعت المدفعية العثمانية بإطلاق مدافع الهاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليها ومن ثم لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج ووضعت الواحدة والأخرى على شكل جسر على عرض الخليج حتى استطاع الجنود الانتقال عليها وصولا إلى بر القسطنطينية وما إن جاء الصباح إلا وتملكت الدهش أهل القسطنطينية ويصف المؤرخ دوكاس ووبيزنطي عاصر الحادثة دهشته من هذه العملية قائلا إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل ولم يرى أحد مثلها من قبل وبعد أن فشلت البحرية العثمانية في إحباط محاولة جستنياني دخول الخليج لم يملك السلطان محمد إلا الأمر بالهجوم العام الذي اشتركت فيه كل القوات العثمانية مرة واحدة وقبل هذا مباشرة أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور للمرة الثانية يطلب منه تسليم المدينة سلما حقنا للدماء وللإمبراطور أن ينسحب إلى أي مكان يريده بكل أمواله وخزائنه وتعهد السلطان محمد بتأمين أهل القسطنطينية في هذه الحالة على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم لكن الإمبراطور بتحريض من الجنويين رفض هذا العرض وفي السادس عشر من ربيع الأول 857 هجرية أراد ملك المجر أن يضغط على السلطان محمد في هذا الوقت الحرج فأرسل يقول له إنه في حالة عدم توصل العثمانيين إلى اتفاق مع إمبراطور القسطنطينية فإنه أي ملك المجر سيقود حملة أوروبية لسحق العثمانيين ولم تغير هذه الرسالة شيئا مدى نهار يوم الثامن والعشرين من مايو هادئا وعند الفجر وبعد الصلاة مباشرة اتجه السلطان محمد إلى مكان الهجوم ومع دوي المدافع الدخمة الذي بدأ صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم العثماني من محفظته وهذا يعني عند الأتراك الأمر ببداية الهجوم العام واستطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوار ثم اجتاز الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة حول القسطنطينية واعتلوا سلالم الأسوار وبدأ الجنود يتدفقون على ثلاث موجات اشتركت الانكشارية في الثالثة منها فاضطر قسطنطين أن يدفع بقواته الاحتياطية التي كانت مرابطة بجوار كنيسة الحواريين سانت أبوترس مكان جامع الفاتح بعد ذلك لتدخل المعركة وما لبت أن أطلق جندي عثماني سهمه فأصاب القائد جستنياني إصابة بالغة فانسحب جستنياني من ميدان المعركة رغم توسلات الإمبراطوري له لأن جستنياني كان له دور كبير في الدفاع عن المدينة وكان أول شهداء العثمانيين هو الأمير ولي الدين سليمان الذي أقام العالم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية العريقة وعند استشهاده أسرع تمانية عشر جنديا عثمانيا إليه لحماية العالم من السقوط واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية الجنود تدافعهم على الأسوار وثبت العالم تماما على الأسوار بعد أن استشهد أيضا هؤلاء الثمانية عشر جندي أثناء ذلك كان العثمانيون يواسلون تذفقهم إلى المدينة عن طريق الفتحات التي أحدثتها المدفعية في الأسوار ثم عن طريق تسلم السلالم التي أقاموها على أسوار المدينة وتمكن جنود آخرون في رفع السلاسل الحديدية التي وضعت في مدخل الخليج لمنع السفن العثمانية من الوصول إليها فتدفق الأسطول العثماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسها وساد الضعر البيزنطيين وكان قد قتل منهم من قتل وهرب من استطاع إلى ذلك سبيلا عندما دخل محمد الفاتح المدينة أمر بإحراق جثث القتلى تفاديا للأمراض وصار على ظهر جواده إلى كنيسة آياصوفيا حيث تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه وما إن علموا بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين وبكاء وعويل ولما وصل الفاتح نزل من على ظهر حصانه وصلى ركعتين شكرا لله على توفيقه له بالفتح ثم صار يقصد شعب بيزنطا ورهبانه ولما وجدهم على هذه الحالة من السجود انزعج وتوجه إلى رهبانهم قائلا قفوا استقيموا فعن السلطان محمد أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين هنا إنكم منذ اليوم في أمان في حياتكم وحرياتكم وهذا ما سجله مؤرخ بولوني كان معاصرا وكان لهذا التصرف من الفاتح أثر كبير في عودة المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فروا من المدينة وأمر الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب البيزنطي بأذى ثم طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام وحول آية صوفيا إلى جامع على أن تصل فيه أول جمعة بعد الفتح كان الفتح يوم ثلاثا وكانت آية صوفيا أكبر كنيسة في العالم وأقدم مبنى في أوروبا كلها وسميت المدينة إسلامبول أي مدينة السلام كان السلوك الفاتح عندما دخل القسطنطينية ظافرة سلوكا مختلفا تماما عما تقول به شريعة الحرب في العصور الوسطى وهو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر أو بيعه في أسواق نخاسة لكن الفاتح قام بما عجز عن فهمه الفكر الغربي المعاصر له من تسامح ورحمة فقد قام بالآتي أطلق سراح الأسرى فورا نظير مقابل مادي قليل يسدد على أقصاط طويلة الأمد وأسكن الأسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج وعندما أبيحت القسطنطينية للجنود ثلاثة أيام عقب الفتح كان هذا الإذن مقتصرا على الأشياء غير المعنوية فلم تغتص بامرأة ولم يمس شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب بأذى ولم تهدم كنيسة ولا صومعة ولا دير ولا بيع مع أن المدينة أخذت بالحرب ورفضت التسليم وكان من حق الفاتح قانونا مادمت المدينة قد أخذت عنوة أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكا لكل ما في المدينة وأن يحول نصف الكنائس والبيع على مدى زمن طويل إلى جوامع ومساجد وأن يترك النصف الآخر لشعب المدينة على ما هو عليه وفي وقفيات السلطان محمد الفاتح بنود كثيرة على بقاء أديرة جوكاليجا وآية وليبس وكيراماتو وأليكس في يد البزنطيين واعترف اليهود بملكيتهم لبيعهم كاملة وأنعم بالعطايا على الحاخام موسى كابسالا وعين في سنة 865 هجرية للجماعات الأرمينية بطريقا يدعي واكيم ليشرف على مصالح الأرمين ويوحد الصفوفهم وبدأ في أعمال تعمير المدينة ابتداء من الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 857 هجرية كان الفتح يوم التاسع والعشرين من مايو من العام نفسه وأمر بنقل جماعات كثيرة من مختلف أنحاء الدولة إلى القسطنطينية للإسهام في إعادة إنعاشها وأعاد للأرتودوكس كرامتهم التي أهضرها اللاتين الكاثوليك بأن أعطاهم حق انتخاب رئيس لهم يمثلهم ويشرف على شؤونهم وأصبح سكولاريوس غناديوس أول بطريق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطينية وبذلك أنقض الفاتح إيمان الأمة التي فتح ديارها وأحيى الأرتودوكسية بعد أن أخذت تخفت وجعل الفاتح مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميرات وأمور الوفاة الخاصة بأهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة وكان هذا امتيازا منعدم النظير في أوروبا في ذلك الوقت كان تصرف الفاتح تصرفا حضاريا في الوقت الذي كان الحكام من الشرق والغرب يتلددون بسفك الدماء ويقتل الناس بالآلاف ويتلددون وهم على موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود وبرفع الأسرى على الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع الشراب كما فعل جنكيس خان وتيمور لانك في الشرق وفلال وهنيادا في الغرب إن دولة بيزنطة هدمت حي المسلمين في القسطنطينية وأبادت سكانه بعد أن علم الإمبراطور بانتصار تيمور لانك على السلطان العثماني با يزيد الساعقة في واقعة أنقرة عام 805 هجرية وأزهقت الجيوش الصليبية في عملية احتلال القدس أرواح سبعون ألف بريئ يقول ويلز في ذلك كانت المذبح التي دارت في بيت المقدس رهيبة وكان الراكب على جواده يصيبه رشاش الدم الذي سال في الشوارع ويقول المؤرخ نفسه عن هولاكو كان هولاكو يفتح فارس وسوريا وأظهر المغول في ذلك الزمان عداوة مريرة للإسلام ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد بل وقد صارت أرض الجزيرة منذ تلك اللحظة التعسة يبابا من الخرائب والأطلال لا تتسع إلا للعدد القليل من السكان وتقول سامحة آي ويردا إن الجيوش الصليبية التي تدفقت على القسطنطينية عام 603 هجرية قامت بتحويل المدينة إلى خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد أن كانت غنية معمورة يسودها الرخاء وعندما دخل شارل الخامس تونس عام 947 هجرية لم يترك حيا أمامه إلا قتله ولم تسلم من وحشيته حتى الجمال والقطا وهذا ما ذكره شهاب الدين تكين داغ في مذكراته عن الدولة العثمانية إن هذه الأمثلة إذا ما قارنناها بموقف الفاتح الحضاري من القسطنطيني وأهلها نرى الفاتح قائدا منعدم النظير بين أقرانه من أباطرة الشرق وحكام الغرب ولو كان الفاتح قد اتبع ما كان يجري على الجانب الغربي من البحر المتوسط من فضائع الإسطان في الأندلس وما فعلوه بالمسلمين وبالعرب ما أصبح هناك مسيحي واحد في القسطنطينية كان المدفع اختراعا حديثا مروعا غير مزر التاريخ وكان مدفع الهاون اختراعا عثمانيا عرفه العالم لأول مرة أثناء حصار العثمانيين للقسطنطينية كما كان المدفع الضخم خاصة مدفع الهاون أكبر عامل في فتح المدينة كان المدفع الضخم من اختراع اثنين هما مسلح الدين وأوربان وأوربان هذا مختلف في أصله هل هو مجري أو روماني وكان المدفع دخما جدا وكانت تسمع طلقاته من مسافة 25 ميلا وقديفته من الحجر والبارود تبلغ زنة القديفة الواحدة 1500 كيلوغرام يصل مداها إلى مسافة ميل يقول أدارا مونطالدو إن عدد المدافع التي صبها كل من مسلح الدين وأوربان قد بلغ مئتي مدفع وعندما كان المدفع ينقل من أدران العاصمة إلى القسطنطينية ليستقر أمام أسوارها كان لزاما على العثمانيين توسعة طريق أدران القسطنطينية وقام بهذه العملية خمسون مهندسا ومئتا عامل وكان يجر المدفع ستين جاموسة ويسند المدفع على جانبيه أربعمائة رجل قوي مئتان على كل جانب وذلك حتى لا ينزلق المدفع يمنة أو يسرى أثناء مروره وقد لعبت مدافع الهون دورا ملحوظا في الحصار سواء في الضرب أو في عمليات التمويه وبسبب هذه المدافع حدث التحول الكبير في أوروبا السلام عليكم السلطان بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح انفرد بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح بالسلطة بعد لزاع بينه وبين أخيه جم وكان الأخوان قد اختلفا بعد وفاة والدهما في الرابع من ربيع الأول سنة 886 هجرية وانتهى الصراع بينهما لصالح بايزيد وفر جم إلى القاهرة ثم إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا وقد تكفل أخوه بايزيد بالإنفاق عليه في كل مكان ذهب إليه وقد حاول باب روما استخدام الأمير جم أداة ضغط على الدولة العثمانية لكنه لم يعيش طويلا عرف بايزيد بلقب الولي أو الصوفي لأن حروبه ضد أوروبا لم تكن في مستوى من سبقوه في حكم الدولة العثمانية لكن كانت له حملات على المجر والبغدان وبلغراد كما كانت له معارك في الأناضول والصدام مع المماليك لكن يحيى الثالث سلطان تونس قام بالوساطة بين الدولتين وقامت في عهده أول حملة عثمانية في غربي البحر المتوسط بهدف مساعدة المسلمين في الأندلس ودخلت هذه الحملة المياه الإسبانية واستولت على ميناء مالاقا الذي كان الإسبان قد استولوا عليه من مسلمي الأندلس قبل أشهر وبعد سقوط غرناطة في يد الإسبان سنة 897 هجرية انتشر نحو 300 ألف مسلم على سواحي الإسبانية وقد قامت السفن العثمانية بنقل هؤلاء إلى فاس والجزائر وأنقذهم من المصير المؤلم الذي تعرض له المسلمون بالداخل وظلت هذه الحملات تتتابع وقاد أغلبها كمان رئيس نحو 23 سنة حتى استشهد أثناء عودته من حملة على إسبانيا سنة 917 هجرية عقد بايزيد الثاني صلحا مع أوروبا لمدة 20 سنة تقريبا وكان السبب في ذلك انشغال الدولة العثمانية بتحركات الشاه إسماعيل الصفوي الذي جعل إيران دولة شيعية وكون جيشا قويا ووسع حدوده وتفوق على المماليك عسكريا واقتصاديا وعامل على التوسع على حساب الدولة العثمانية والتحالف مع أوروبا ضد العثمانيين وحاول التحالف مع مصر ضد الدولة العثمانية لكن المماليك في مصر رفضوا ذلك حدثت منوشات بين الشاه إسماعيل الصفوي وبين سليم بن السلطان بايزيد والد رابزون كان النصر فيها حليف سليم بن بايزيد فأتار ذلك حفيظات الشاه فاشتكى إلى السلطان بايزيد من ابنه فأمر بععادة الأراضي التي استولى عليها إلى الصفويين وقد أدى هذا التصرف إلى استياء سليم بن بايزيد من والده وشكه في مقدرة والده على التصدي للدولة الصفوية فقام بانقلاب على والده بمساعدة الجنود الانكشارية التي صارت بالأمير سليم إلى اسطنبول وطلبوا من السلطان بايزيد التنازل عن عرش السلطنة لابنه سليم فقبل واستقال في يوم الثامن من صفر سنة 918 هجرية السلطان سليم الأول حول الدولة العثمانية من السلطنة إلى الخلافة أسباب تحول العثمانيين من التوسع في أوروبا إلى الأراضي الإسلامية يتساءل المؤرخون عن السبب الذي جعل العثمانيين يتركون جهادهم في الميدان الأوروبي ويتجهون إلى ميدان الشرق الإسلامي ليحاربوا فيه ويفرضوا عليه سلطانهم وكان الأولى بهم الحرب في أوروبا حيث التكتل الصليبي ضد العثمانيين المسلمين ويمكن إجمال السبب في ذلك في شقين ازدياد النمو الشيعي في إيران والعراق وتهديد الدولة الصفوية للعثمانيين وضربها لدولتهم من الخلف أثناء انطلاقاتها في أوروبا تنام الخطر البرتغالي في الخليج العربي وتهديدهم للأراضي المقدسة في الجزيرة العربية وعز المماليك عن مواجهتهم علاقة السلطان سليم بالدولة الصفوية أرسل الشاه اسماعيل الصفوي دعاته لنشر المذهب الشيعي في الأناظول وما لبثوا أن وجدوا بعض المؤيدين ثم قامت جماعة القزيل باش أي العلويين في منطقة انطاكيا العثمانية بالتمرد على سلطة الدولة العثمانية استجابة لأوامر من الشاه اسماعيل نفسه وقاد هذا التمرد شخص عرف باسم شاه قولو أي عبد الشاه وكان هذا التمرد رهيبا استخدم العثمانيون فيه كل قوتهم حتى نجحوا في إخماده بقيادة سليم بن السلطان بايزيد ولإمارة طرابزون القريبة من إيران وحدث الصدام الأول بين سليم بن بايزيد والصفويين عندما احتل سليم أربع مدن من مخلفات امبراطورية الأق كوينلو وأرسل الشاه اسماعيل الذي يدعي أنه وريد تلك الامبراطورية المنهارة أخاه إبراهيم ميرزا على رأس جيش لاستعادة تلك المدن لكنه هزم أمام سليم الذي ضمر جيشه وأوقعه في الآصر وأدت انتصارات سليم إلى أكسابه مكان كبيرا وتقديرا وإعجابا في نفوس الناس حتى نظمت فيه قصائد شعبية غير أن السلطان بايزيد أمر ابنه سليم أن يطلق صراحة أخي الشاه ويترك المدن الكبرى التي استولى عليها بناء على شكوى من الشاه اسماعيل ولم يلقى هذا التصرف قبولا لدى الجيش أو الشاب ثم تطورت الأمور وأجبر الجيش السلطان بايزيد الثاني على التخلي على العرش لابنه سليم الأول ولما تولى سليم الأول الحكم سنة 918 هجرية جاءته الرسل من كل الأنحاء لتهنئته ولم يحضر أحد من إيران الصفوية فزاد ذلك من شقة الخلاف بين الدولتين وتطور الأمر بينهما إلى الاحتكام إلى السيف فالتقى العثمانيون مع الصفويين في الثاني من رجب سنة 920 هجرية في معركة جالديران فانتصر سليم وهزم الشاه إسماعيل الذي هارب ناجيا بحياته وترك زوجته في الميدان ودخل سليم العاصمة الإيرانية تبريز وفي طريق العودة ضم سليم إلى دولته أراضي ذي القادر لأن حاكمها على الدين التابع لدولة المماليك رفض مساعدة سليم عندما كان في طريقه لمحاربة الصفويين مما وطر العلاقة بين العثمانيين ودولة المماليك وقام بينهما عداء سافر ساعد فيه الاتفاق بين دولة المماليك في مصر والشام وبين الصفويين ضد العثمانيين وزاد الأمر تعقيداً عثور العثمانيين على خطاب يؤكد العلاقة الخفية بين المماليك والصفويين وهذا الخطاب محفوظ الآن في أرشيف متحف طوب قابو في إسطنبول علاقة السلطان سليم بالمماليك برزت أمام السلطان سليم الأول عدة أسباب استراتيجية جعلت الصدام مع المماليك أمراً ضرورياً فأي اتفاق بين المماليك وأوروبا سيفتح الباب أمام حملة صليبية جديدة ويضع الدولة العثمانية في مأزق كما أن البرتغاليين بعد معركة ديو سنة 915 هجرية أصبحوا هم أصحاب السيادة على المياه الإسلامية الجنوبية حتى إنهم أعلنوا عن عزمهم على قصف مكة والمدينة وفي الوقت نفسه كانت حالة دولة المماليك الاقتصادية والسياسية والعسكرية السيئة لا تسمح لهم بحماية المقدسات الإسلامية ولم يغب عن ذهن السلطان سليم الأول أن انتقال الخلافة إلى بني عثمان يجعل منهم قوة معنوية كبيرة عند المسلمين ويحد من أطماع أوروبا المسيحية في الدولة العثمانية ويقضي على الخطر البرتغالي في جنوب البحر الأحمر وقد أدى وقوع الرسائل بين قانصوها الغوري السلطان المماليك والشاه اسماعيل الصفوي إلى زيادة هوة الخلاف بين الغوري وسليم وقطع أي محاولة للحل السلمي بين المماليك والعثمانيين أدرك الغوري أن الحرب بينه وبين العثمانيين واقع لا محالة فلجأ إلى تحريد أهل دمشق ليشتركوا معه في حربه ضد العثمانيين الذين اتهمهم بخيانة فكرة الجهاد الإسلامي في أوروبا وأشعى أن السلطان العثماني قد استعان بجنود من النصارى والأرمن ليحارب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين ولكن يبدو أن هذا الأسلوب لم يلقى نجاحا كبيرا بين أهل دمشق لاقتناعهم بأن العثمانيين منذ قرون وهم يجاهدون في الميدان الأوروبي ولم يتخلفوا عن إمداد المماليك أنفسهم بما يلزمهم لقتال البرتغاليين مثل ما حدث في عهد السلطان بيزيد الثاني والتقى الجمعان على مشارف حلب في مرج دابق سنة 923 هجرية وحقق العثمانيون النصر وقتل السلطان الغوري ودخل سليم الأول حلب ثم دمشق ودعي له في المساجد وفتحت كثير من المدن الشامية أبوابها للعثمانيين دون مقاومة تذكر وعرسل السلطان سليم الأول بسالة إلى طمان باي الذي خلف السلطان الغوري في مصر يعرض عليه فيها حقل الدماء شريطة أن تكون غزة ومصر تابعتين للدولة العثمانية ويحكمه ما هو باسمها ويدفع نظير ذلك خرجا سنويا لكن الممالك قتلوا رسول سليم فلم يكن هناك بد من الحرب وعزم السليم على اللقاء فالتقى مع الممالك في غزة والريدانية وكان النصر فيهما حليفة وأدى انتصار العثمانيين في معركتي مرج دابق والريدانية إلى وقوع مصر والشام والحجاز واليمن تحت حكم الدولة العثمانية ويعود انتصار العثمانيين على الممالك إلى مجموعة من الأسباب منها تفوق العثمانيين التكنولوجي فالسلاح المدفعي المملوكي كان يعتمد على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك على حين اعتمد السلاح المدفعي العثماني على مدافع خفيفة يمكن تحريكها في كل الاتجاهات سلامة الخطط العسكرية العثمانية ومرونتها من ذلك استدارة القوات العثمانية من خلف مدافع الممالك الثقيل الحركة ودخولها القاهرة عن طريق المقطم مما شل دور المدفعية المملوكية وأحدث اضطرابا في صفوف الجيش المملوكي لتدافعهم بالانتظام خلف العثمانيين ارتفاع معنويات الجيش العثماني ودخل سليم الاول القاهرة ونودي به سلطانا وخليفة للمسلمين وخادما للحرمين الشريفين بعد ان تسلم مفاتيح مكة والمدينة وكان سليم كريما مع ابن امير مكة الشريف بركات الذي جاء يعلن خضوع الحجاز للدولة العثمانية وفي مصر اعاد سليم تنظيم البلاد واصدر قانون ناما مصر لهذا الغرض مسألة انتقال الخلافة الى العثمانيين عندما انتصر السلطان سليم في موقعة مارشدابق اثر الخليفة العباسي المتوكل على الله محمد بن المستمسك بالله وكان في صفوف جيش السلطان الغوري وفي اول صلاة جمعة صلىها السلطان سليم في الجامع الكبير بحلب عد خليفة وخطب له في سوريا باعتباره خليفة للمسلمين وسكت العملة باسمه وتقول احدى الروايات التاريخية ان الخليفة المتوكل تنازل عن الخلافة لبني عثمان في مراسم جرت في اياسوفيا بعد عودته مع السلطان سليم الى اسطنبول ويقول بعضها الاخر ان الخليفة المتوكل قلد السلطان سليما السيف والبسه الخلعة في جامع ابي ايوب الانصاري بعد مراسم اياسوفيا وانه اشترك في هذه المراسم علماء الازهر الذين سافروا الى اسطنبول وعلماء الدولة العثمانية وان الخلافة انتقلت الى بني عثمان بقرار هذا المجلس اتسعت رقعة الدولة العثمانية في عهد سليم الاول بعد ان ضم اليها مصر والشام والجزيرة العربية وبعد عودته الى العاصم اسطنبول وجد فتنة شيعية قد اشتعلت في منطقة طوقادة الاناضولية سنة 925 هجرية فارسل اليها احد قواده فنجح في اخمادها والقضاء عليها واعاد السكون الى تلك المنطقة وفي سنة 926 هجرية توفي سليم الاول من جراء خراج صغير في ظهره السلطان سليمان القانوني تولى السلطان سليمان القانوني عرش الدولة العثمانية بعد موت والده السلطان سليم الاول عام 926 هجرية وحكم الدولة العثمانية مدة 46 سنة وي اطول مدة حكم فيها السلطان العثماني كان عهد القانوني قمة العهود العثمانية سواء في الحركة الجهادية ام في الناحية المعمارية او العلمية او الادبية او العسكرية وكان هذا السلطان يؤثر في السياسة الاوروبية تأثيرا عظيما حيث كانت الدولة العثمانية هي القوة العظمى دوليا في زمنه ونعمت بالرخاء والطمأنينة ابتلي سليمان في السنوات الاولى من عهده باربع التمردات شغلته عن حركة الجهاد اذ ان موت سليم الاول ثم جلوس ابنه على العرش وصغير السن اتاحاء الفرصة لكي يظن الولاة الطموحون الى الاستقلال انهم قادرون على ذلك فلما وصل خبر تولية سليمان العرش الى الشام وكان جان بردي الغزالي واليا عليها من قبل الدولة العثمانية تمرد واشهر العسيان على الدولة وجان بردي الغزالي هذا قائد مملوكي تعاون مع سليم الاول في حربه ضد المماليك وكان اميرا طموحا واودى به طموحه الى ان ينقلب على المماليك ويتعاون مع سليم فلما تولى سليمان ارسل الغزالي من الشام رسالة الى خير بيك النائب العثماني على مصر اوضح فيها الاول للثاني ان الوقت قد حان لاعادة الدولة المملوكية وبعثها من جديد الى ان والي مصر العثماني ارسل الرسالة هذه الى العاصمة العثمانية ليطلع عليها السلطان سليمان وهذه الرسالة موجودة الان في قسم الارشيف بمتحف طوب قابو سرابي فامر السلطان سليمان بقمع الفتنة فقمعت وارسل رأس الثائر الى اسطنبول دلالة على انتهاء التمرد اما التمرد التاني فقام به احمد باشا الخائن في مصر في عام تسعمائة وتلاتين هجرية وكان يطمح الى ان يشغل منصب الصدر الاعظم ولم يفلح في هذا لذلك طلب الى السلطان ان يعينه واليا على مصر فقابل السلطان وما ان وصل مصر حتى حاول استمالة الناس واعلن نفسه سلطانا مستقلا لكن اهل الشرع في مصر وكذلك جنود الانكشارية لا يعرفون الا سلطانا واحدا خليفة لكل المسلمين هو السلطان سليمان القانوني لذلك ثاروا ضد هذا الوالي المتمرد وقتلوه وظل اسمه يكتب في كتب التاريخ مقرونا باسم الخائن والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمين تمرد شيعي علوي قام به بابا ذنون عام تسعمائة واثنان وثلاثين هجرية في منطقة الاناظون حيث جمع ما بين ثلاثة الاف واربعة الاف ثائر وفرض الخراج على المنطقة وقويت حركته حتى انه استطاع هزيمة بعض القواد العثمانيين الذين توجهوا لقمع حركته وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا ذنون وارسلت رأسه الى اسطنبول والتمرد الرابع ضد الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني كان تمردا شيعيا علويا ايضا وكان على رأسه قلندر جلبي في منطقتين قونيا ومرعاش وكان عدد اتباعه 30 الف شيعي قاموا بقتل المسلمين السنيين في هاتين المنطقتين توجه بهران باشا لقمع هذا العسيان فقتله العصات ثم نجحت الحيلة معهم اذ ان الصدر الاعظم ابراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي فقلت قواته وهزم وقتل بعد هذا هدأت الاحوال في الدولة العثمانية وبدأ السلطان سليمان في التخطيط لسياسة الجهاد في اوروبا بدأ العثمانيون في عصر سليمان فتوحاتهم في اوروبا بفتح اهم مدن البلقان ويبلغراد التي كان المزريون يتولون حمايتها وكانت علاقة العثمانيين بالمزريين في هذا الوقت متوترة اذ كان سليمان قد ارسل الى ملك المزر رسولا يعلنه بتولي سليمان عرش العثمانيين فقتل الملك المزري رسول سليمان ويدعى بهرام جاووش فاعلن السلطان العثماني الحرب على المزر وحصرت القوات العثمانية بلغراد من البر ومن النهر وسلمت بلغراد بعد شهر واحد من الحصار عام 927 هجرية واتخذها العثمانيون قاعدة حربية تنطلق منها قواتهم في فتوحاتهم الأوروبية وأثناء حرب بلغراد هذه استولى العثمانيون أيضا على قلاع مهمة في منطقة بلغراد مثل صاباج وسلان كامان وزاملين وبعد خمس سنوات من استلاء العثمانيين على بلغراد أخذ ملك المجر لايوش يجمع القوى الأوروبية لمحاربة العثمانيين وكتب إلى كل من شارلكان الإمبراطور الألماني وفيردناند الأرشدوق النمساوي يطلب منهم التحالف معه ضد العثمانيين وفي الوقت نفسه كان السلطان سليمان القانوني يستعد لمحاربة المجر فتحرك بجيشه في سنة 932 هجرية في أكثر من ستين ألف جندي حتى وصل إلى صحراء مهاج المجرية وهناك دارت معركة ضخمة من معارك الإسلام في يوم 21 من ذي القعدة 932 هجرية هزم فيها العثمانيون الجيش المجري وكان من أرقى الجيوش الأوروبية ومعروف بفرسانه المدرعين ولعبة المدفعية العثمانية دورها في هذا النصر السري الذي أحرزه الجيش العثماني في ساعتين على الرغم من قطعه مسافات طويلة حتى وصل إلى أرض المعركة وقد تكبد الجيش المجري خسائر هائلة فلم تقوم له قائمة فقد أثر العثمانيون حوالي 25 ألف جندي وتعرض نحو 75 ألفا للقتل أو للغرق في مستنقعات موهاج وكان الملك المجري لايوش ممن مات غرقا في هذه المستنقعات وقد رفعت الرايات العثمانية فوق العاصمة المجرية بشت ولم تكن قد عرفت باسمها الآن بودابيست وأعلن منها السلطان سليمان القانوني خضوع مملكة المجر للحماية العثمانية وأصدر أمرا بتعيين جونزابوليا أمير منطقة أردل المجرية ملكا على المجر وهو الذي تعرفه المصادر الشرقية باسم الملك يانوش وعاد سليمان إلى اسطنبول بجيوشه بعد ثلاث سنوات من الحملة العثمانية لفرض الحماية الإسلامية على مملكة المجر جاءت رسالة إلى سليمان من يانوش ملك المجر يقول فيها بأن أرشدوق النمسا فردنوند يستعد لأخذ المجر منه بعد أن قام الكثير من أمراء المجر بتأييده ملكا على المجر بدلا من يانوش واستولى فردنوند بالفعل على مدينة بودين من الملك المجري التابع للعثمانيين وفي رمضان سنة 935 هجرية تحركت الجيوش العثمانية من اسطنبول إلى المجر واستعاد سليمان القانوني مدينة بودين مرة أخرى وفي احتفال مهيب توج القانوني جونزابوليا ملكا على المجر ثم أصر السلطان سليمان القانوني على محاربة فردنوند فحاصرت القوات العثمانية في المحرم سنة 936 هجرية مدينة فيينة عاصمة النمسا واشترك في الحصار 120 ألف جندي و300 مدفع وقبل الحصار خرج ملك النمسا من عاصمته وانسحب بعيدا عنها وقامت معارك كبيرة أمام أسوار فيينة لكن الجيش العثماني لم يتمكن من فتحها اتجاء الشتاء وبدأت المواد الغذائية تنقص وعادت القوات العثمانية جميعا دون التمكن من فتح فيينة وبعد ثلاث سنوات من بداية الحمل على المجر وحصار فيينة قام السلطان سليمان القانوني بمحاربة ألمانيا سنة 939 هجرية بسبب قيام أرشدوق النمسا فردنوند بإرسال سفير إلى السلطان العثماني يطلب منه الاعتراف به ملكا على المجر ولم يكتفي فردنوند بذلك بل جرد حملة وحاصر بها مدينة بودين وقامت الحامية العثمانية في هذه المدينة مع القوات المجرية المحلية بالدفع عن المدينة وصل السلطان العثماني إلى النمسا مارا بيوغزلافيا والمجر وكانت القوات العثمانية المشتركة في هذه الحملة تقدر بمائتي ألف ولم يحاصر العثمانيون فيينة هذه المرة بل توجهوا لتأديب أسرة هابسبرغ العريقة لكن آل هابسبرغ وقوادهم خافوا مواجهة السلطان سليمان العثماني عندما علموا بوصوله ولما لم يتحركوا للحرب أرسل سليمان إلى فردناند رسالة كلها احتقار دفعا لحماسه إلى الحرب لكن آل هابسبرغ لم يتحركوا وصدرت للمغيرين أوامر بالقيام بعمليات عسكرية سريعة في داخل ألمانيا غنموا فيها وأسروا وانتصروا وعندما حل الشتاء عادت الحملة العثمانية بأكملها إلى اسطنبول أسفرت الحملة العثمانية على ألمانيا عن خوف فردناند وإيمانه بأن لا قوة في أوروبا تستطيع التصدي لسليمان العثماني فاضطر فردناند إلى طلب الصلح فوافق السلطان بشرط أن يعترف بأن بيانوش ملك على المجر تحت الحماية العثمانية وأن يدفع 300 ألف ضوقة ذهبية جزية للدولة العثمانية الجبهة الأوروبية مات يانوش عام 947 هجرية ولم يكن له إلا طفل صغير فقامت الملك إزابيلا بالكتابة إلى السلطان العثماني تقول لها إنها تريد أن يكون ابنها هو الملك وكانت تدرك أن فردناند أرشدوق النمسة يطمع في ملك المجر بل وتحرك وحاصر بودين فعلا وسريعا ما تحرك جيش العثمانيين بقيادة السلطان سليمان القانوني نحو بودين وما إن سمع النمسويون بقرب القوات العثمانية حتى تركوا حصار المدينة وهربوا وعند انسحابهم كانت بعض وحدات العثمانيين بقيادة الوزير محمد باشا تلحق بهم الخسائر الفادحة أثناء انسحابهم وفي عام 948 هجرية دخل السلطان بودين وأمر بتحويل أضخم كنائسها إلى جامع للمسلمين كما أمر بإلحاق هذه المنطقة المهمة من المجر بالدولة العثمانية تحت اسم ولاية بودين وأمر بتعيين سيغموند الإبن الطفل لملك المجر يانوش أميرا على إمارة أردل التي كان يحكمها أبوه قبل أن يصبح ملكا على المجر ثم عاد السلطان إلى العاصمة لكن فردناند لم يسكت فقد أقنع البابا بول الثالث بضرورة تكوين حملة صليبية قوية لكي تستريح أوروبا من العثمانيين بالتخلص منهم والقضاء عليهم فتحركت هذه الحملة إلى بودين عام 949 هجرية وحاصرتها حسارا محكمة لكنها فشلت في الاستيلاء عليها ولما وصلت أخبار هذه الحملة إلى السلطان سليمان تحرك مرة أخرى عام 950 هجرية إلى أوروبا واستولى على أهم القلاع المجرية التي كانت في يد النمساويين وهما أستاركون وستون بيلغراد أما في جبهة الدولة العثمانية مع عدوها الدولة الصفوية فنذكر ما يلي في عام 930 هجرية تولى الحكم في الدولة الصفوية الشاه طهماصب ابن الشاه إسماعيل وكان طهماصب عدوا للعثمانيين فرغب في التحالف مع القوى الأوروبية لحصر العثمانيين بين القوتين والقضاء على دولتهم فأرسل طهماصب إلى شرلكان سفيرا يطلب منه التحالف معه وكانت البداية الحقيقية للنزاع هذه المرة بين العثمانيين والصفويين حين طلب ذو الفقار خان حاكم بغداد الدخول تحت حماية العثمانية فأرسل له الشاه من يقتله عام 935 هجرية ودخلت القوات الصفوية بغداد وعلى الجانب الآخر قام شرف خان حاكم بطليس بخيانة العثمانيين وتحالف مع الصفويين عندئذ أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الصفويين وتحرك الصدر الأعظم إبراهيم باشا فدخل تبريز دون مقاومة تذكر ومن خلفه كان السلطان سليمان القانوني يقود الجيوش العثمانية إلى الهدف نفسه ودخل تبريز عام 941 هجرية ثم اتجه إلى بغداد فسلمت القوات الصفوية عام 941 هجرية وكان السليمان قد استولى على أدربيجان وعبر جبال زاقروس الإيرانية ومنها إلى بغداد وسميت هذه الحملة حملة العراقين أي العراق العجمي وهو أدربيجان والعراق العربي وبهذه الحملة دخلت العراق في كنف الدولة العثمانية وعندما انسحب العثمانيون استرجع الصفويون المنطقة مما جعل السلطان يعزم على تأديب الصفويين مرة أخرى وهذا ما سمي باسم الحملة الثانية على إيران وكانت عام 955 هجرية واسترجع فيها تبريز وأضاف إليها قلعتين وان واريوان لكن انسحب العثمانيين وعودتهم جعلت الإيرانيين ينتهزون فرصة انشغال الدولة في أوروبا ويعودون مرة أخرى فقام سليمان بحملته الثالثة ولم يحصل على نتيجة مباشرة إذ إن طهماسب خاف من مجابهة الجيوش العثمانية فلما عاد سليمان إلى بلاده وعند وصوله إلى أماسيا وصلت إليه رسل طهماسب للصلح فقبل السلطان توقيع معاهدة أماسيا عام 963 هجرية وبموجبها تقررت أحقية الدولة العثمانية في كل من أريوان وتبريز وشرق الأنادول أما ما كان من أمر السلطان مع فرنسا فقد بدأ أول ما بدأ أثناء حرب القانوني في المزر فقد لب السلطان طلب الدعم الذي تقدم به فرنسو الأول ملك فرنسا وأمه وأنقذه من ضغوط شرلكان عليه أما لماذا قبل السلطان سليمان القانوني أن يساعد فرنسا فذلك لأن الأوروبيين كانوا ينظمون حملات صليبية على الدولة العثمانية وعلى العالم الإسلامي ولا يكلون من هذا رغم هزائمهم المتكررة فانتهز القانوني فرصة النزاع بين شرلكان وفرنسوا ملك المجر وفكر في تحييد فرنسا وإبعادها عن المعسكر المسيحي واتخاذها مانعا أوروبيا ضد أي تجمع صليبي يستهدف العثمانيين وبعد عودة السلطان سليمان من حملته البغدادية منتصرا وقع مع فرنسا معاهدة عام 942 هجرية منح بموجبها السلطان لفرنسا بعد الامتيازات التجارية مثل إعطاء تخفيض زمرك خاص للسفن الفرنسية التي تصل إلى الموانئ العثمانية وتم الاتفاق على أن هذه المعاهدة تسري ما دام الحاكمون على قيد الحياة لكن الفرنسيين نجحوا في تجديدها كلما جد السلطان الجديد حتى وصل الأمر إلى تثبيت هذه الامتيازات رسميا عام 1153 هجرية كان القانون معوانا لفرنسا فقد أمدها بمعونات عسكرية وأرسل قباطنته العظام مثل خير الدين بارباروس وتوربود رئيس وتحت إمراتهما الأساطيل العثمانية إلى فرنسا لمؤازرتها وفي عهد القانوني تم فتح جزيرة رودوس عام 928 هجرية ورودوس ذات موقع استراتيجي مهم بالنسبة إلى الأنادول والدولة العثمانية وكانت تضرب الصفن التي تسير في شرق البحر المتوسط بين الأنادول ومنصر وسوريا وسبق أن حاصرها السلطان محمد الفاتح ثلاث مرات فلم ينجح في فتحها وكان انتصار العثمانيين على فرسان قديس يحنى الذين يحكمون الجزيرة انتصارا هائلا حيث كانت رودوس أقوى قلعة بحرية في ذلك الوقت وبعدها سمح السلطان للفرسان المقاتلين بالخروج من رودوس بكل ما يستطيعون حمله في سماحة وكرم خير الدين برباروس أحد أربعة أخوة اشتهروا في التاريخ الإسلامي وكانوا يعملون في البحر المتوسط وفي إحدى أسفارهم قتل فرسان رودوس أخاهم إلياس وأسروا أوروش الذي استطاع الهرب ورح يتنقل بين الموانئ حتى استقر بجزيرة جربا الواقع بين تونس وليبيا سنة 919 وبمجيئه هو وأخيه خير الدين تغير السير تاريخ الشمال الإفريقي كله حيث استطاع أن يشتري قسما من الساحل التونسي ويؤسس قاعدة للحملات ضد الصليبيين وقام علاقات حسنة مع قانسو الغوري سلطان مصر وأبي عبد الله الخامس سلطان تونس الذي وافق على إعطائهما قلعة حلق الوادي وكانت ميناء متحكما في خليج تونس مقابل إعطاء السلطان خمس الغنائم ولما بدأت القوى البحرية للأخوين في الاتساع أخذت تضرب السفن الصليبية على نطاق واسع ونجحت في الاستيلاء على مدينة بجايا سنة 922 هجرية واتخذتها قاعدة بحرية للصراع مع قوة إسبانيا البحرية وبعد استشهاد أوروج المعروف في المصادر التاريخي العربية باسم عروج في إحدى معاركه طلب أخوه خير الدين المعروف في المصادر الأوروبية باسم بارباروس أي ذي اللحية الحمراء مساعدة العثمانيين بعد استيلاء السلطان سليم على مصر وقد أذن له السلطان بالحصول على كل ما يحتاج إليه من سواحل الأنادون في مقابل سيطرة الدولة العثمانية على الجزائر وقام خير الدين بحكمها نيابة عن السلطان ولم تتمكن الدولة العثمانية من تنفيذ هذا الاتفاق بسبب انشغالها بغزو جزيرة رودوس وكان قراصنتها يأسرون أعدادا كبيرة من السفن التي كانت تجلب الغلال والذهب من الولاية العربية وتنقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة ومغزو المجر ومواجهة الصفوين وبناء أسطول جديد يمكنه مواجهة البرتغاليين لهذا آثر البحار المسلمون في الشمال الإفريقية لاعتماد على أنفسهم إلى أن تتمكن الدولة العثمانية من مد يد المساعدة لهم وقد قام خير الدين بسلسلة من الغارات على الأسطول الإسباني كما قام في الوقت نفسه بسبع رحلات من الجزائر إلى ساحل الأندلس تمكن خلالها من نقل سبعين ألف مسلم أندلسي فأنقذهم بذلك من الموت حرقا باسم محاكم التفتيش اهتم السلطان سليمان القانوني برفع نظام الجزائر من نظام اللواء العثماني إلى نظام الإيالة أي إقليم شبه مستقل وولى عليها خير الدين بربروس سنة 925 هجرية ووكل إليه قيادة حملات غرب البحر المتوسط وقد حاول الملك الإسباني القضاء على أسطول خير الدين لكنه كان يتكبد في كل مرة خسائر فادحة ولعل أعظم انتصاراته البحرية في البحر المتوسط يتمثل في موقعة بروزا سنة 945 هجرية التي تعد من المعارك البحرية الخالدة في التاريخ الإسلامي الحديث فقد دعا البابا بول الثالث الجيوش الأوروبية إلى الاتحاد ضد العثمانيين وتكون منهم تحالف بحري ضم أكثر من 600 سفينة و60 ألف جندي يقودها أندريا دوريا وهو من أمهر قادة البحرية في ذلك الوقت وتكون الأسطول الإسلامي من 122 قطعة بحرية و22 ألف جندي والتقى الأسطولان في الرابع من جماد الأولى سنة 945 هجرية أمام بروزا ولم تستمر المعركة أكثر من خمس ساعات تمكن في نهايتها خير الدين من حسم المعركة لصالحه وفر القائد أندريا دوريا هربا بحياته ونظرا لجهود خير الدين وانتصاراته التي حققها قام السلطان سليمان القانوني بتعيينه في القيادة العامة للقوة البحرية العثمانية وناظرا للحربية واستقدمه إلى اسطنبول مع طاقمه المكون من 19 أمير العي وتوفي خير الدين في اسطنبول سنة 953 هجرية تاركا أسطوله الذي بناه بأمواله للدولة وترك أموالا وفيرة أوقفها لأعمال الخير واستطاع خلفاء خير الدين من بعده أن ينتزعوا من الإسبان محتلوه من الجزائر باستثناء وهران التي بقيت في أيديهم حتى القرن الثامن عشر كانت ترابلوس الغرب في تلك الفترة تحت حكم فرسان مالطة المسيحيين فأصدر السلطان سليمان القانوني أوامره إلى قبطان البحر العثماني تورغود رئيس بتخليص ترابلوس الغرب من النفوذ المسيحي فقام بمحاصرة ترابلوس الغرب بأسطوله حصارا شديدا فاضطرت حاميته المسيحية إلى التسليم في سنة 959 هجرية وعين السلطان القرطان تورغود رئيس واليا على ترابلوس الغرب واجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي وكانت تلك المواجهة أحد الأسس الثابتة في السياسة الحربية للعثمانيين فاستولى ويس باشا والي اليمن على قلعة تعز سنة 953 هجرية ثم نجح في ضم صنعاء وفي الوقت نفسه حاصر بيري رئيس قلعة هرموز التي كان يسيطر عليها البرتغاليون لكنه لم ينجح في الاستيلاء عليها فدخل ميناء بندر عباس الإيراني واحترفت إمارات عمان وقطر والبحرين بتبعيتهم للدولة العثمانية على حين ظلت مسقط تنتقل من السيطرة العثمانية إلى الاحتلال البرتغالي حتى نجح العثمانيون في إخراج البرتغاليين منها نهائيا في سنة 1060 هجرية وقد أدت هذه السياسة في مواجهة البرتغاليين إلى الحد من عربدتهم في المياه الإسلامية ولم يعد ممكن أن يجتاز البرتغاليون باب المندب وسط السيطرة العثمانية وفي صفر سنة 974 هجرية اشتد المرض بالسلطان سليمان وهو يحاصر مدينة سيكتوار المجرية ثم توفي في 20 من صفر سنة 974 هجرية بعد أن قضى في الحكم 46 عاما قضاها في توسيع دولته وإعلاء شأنها حتى بلغت في أيامه أعلى درجات القوى والكمال وفي وضع النظم الداخلي للدولة حتى اشتهر بلقب القانوني الدولة العثمانية بعد سليمان القانوني كانت الدولة العثمانية ملأ السمع والبصر وكانت القوة الدولية العظمى التي تؤثر في مجرى الأحداث العالمية وضمت بين جوانحها أقواما من مختلف الأجناس والأعراق واللغات وامتد عمرها في التاريخ قرونا طويلة وأثمرت حضارة مزدهرة كانت خلاصة المدنية الإسلامية على مدى القرون التي سبقتها ثم أتى على الدولة حين من الظهر وجدت نفسها لا تستطيع التقدم والفتح ومواصلة المد الإسلامي بعد أن توغلت في أوروبا فقد توقف السيل العثماني أمام أسوار فيينا عاصمة النمسا وعندئذ نظر العثمانيون إلى أنفسهم وأيقنوا أن هناك خطأ يستوجب الإصلاح وقد لاحظ علماء الدولة العثمانية ومصلحها ابتداء من عهد السلطان مراد الثالث أن الفساد قد استشرى في أجهزة الدولة وكثر التمرض في الأقاليم التابعة لها وما صاحب ذلك من ثورة وفوضى وفتنة بل وظهر التمرض والثورة في عاصمة الخلافة نفسها مما أحدث الخوف على سلامة الدولة ووحدتها السياسية ولذا أصبحت هناك حاجة ماسة إلى الإصلاح وضرورة ملحة لعلاج الخلل الذي بدأ يطل برأسه ويكاد يعصف بالدولة ويعرض مكانتها وهيبتها للاهتزاز وأصبحت هذه الحاجة هي الشغل الشاغل لجهاز الحكم في عهد الخليفتين عثمان الثاني ومراد الرابع واستند الفكر الإصلاحي في بادئ الأمر إلى استلهام الإسلام ومبادئه ونظمه في عملية إصلاح الخلل وأيقن المصلحون العثمانيون أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف مؤسسات الدولة سوف يعيد لها قدرتها ويجدد شبابها ويبعث القوة والحيوية في عروقها فتنهض بعد تعصر وتقوى بعد ضعف وقدم هؤلاء المصلحون النصح والتوجيه إلى السلاطين العثمانيين في صورة رسائل وتقارير تحمل أفكارهم وكان في مقدمة الناصحين الضابط العثماني في البلاط السلطاني فوابك الذي قدم تقريرا إلى السلطان يقول فيه إن تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها بقوة وحزم هو العامل الأساسي في وقف تدهور الدولة وحفظ الأمن ووقف التمرد والفوضى في البلاد ومن ثم تستطيع الدولة التقاط أنفاسها لتتفرغ لإصلاح نفسها وأن المسلمين إذا استجابوا لدواع الشرع بقوة سيرجعون إلى عهد الفتوحات وفي منتصف القرن الثاني عشر الهجري بلغت الدولة العثمانية أشد حالات فسادها وضعفها في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسير بخطة واثقة نحو التقدم والمدنية لذا قام بعض المفكرين العثمانيين بالدعوة إلى ضرورة الاستفادة من التقدم الأوروبي والأخذ بأسباب حضارتهم لضمان المحافظة على وحدة الدولة وصون حياتها والاطمئنان على دوامها واستمرارها وأول حركة إصلاحية تبنت هذا المفهوم كانت في عهد السلطان أحمد الثالث الذي يذكر في المصادر العثمانية باسم عصر زهور شقائق النعمان دلالة على الأخذ بالمظهر دون الجوهة وإشارة إلى الاهتمام الزائد والعناية الفائقة بهذه الزهور في كل أنحاء العاصمة العثمانية ويمثل هذا العهد بحركته الإصلاحية التي أخذت بالوجهة الغربية بداية نفوذ الثقافة والحضارة الغربيتين في الدولة العثمانية وتجمع حول السلطان وصدره الأعظم بطان من المثقفين المؤمنين بهذه الوجهة وأن الحل يكمن في الأخذ بالحضارة الأوروبية ولذا أرسلت الدولة السفراء إلى باريس وفيينة لتعرف حضارتهما ودراسة أسباب التقدم وعوامل النهضة هناك ومن أشهر السفراء هذا العهد محمد لبي الذي سافر إلى فرنسا سنة 1132 هجرية وقد شجع هذا العهد العثمانيين على تقليد الغرب ومحاكاة الحياة الأوروبية فأخذ السلاطين يشيدون القصور الفخمة وظهر في البلاد نمط جديد من الحياة يميل إلى الإصراف والعيش المطرف والشغف بارتداء الملابس الفخمة المحلات بالجواهر والأحجار الكريمة وأدت هذه السياسة بالإضافة إلى فرض الضرائب الباهظة إلى ظهور حالة من الاستياء والشعور بعدم الرضا تجاه السلطان وإدارته وساد البلاد نوع من العسيان الشعبي ونفور المحافظين من فكرة الإصلاح الذي يستلهم النموذج الغربي وفتح باب التحالف مع الانكشارية للوقوف ضد كل إصلاح يتخذ أوروبا مثالا يحتذا أي كانت فائدته وكان من أسباب الضيق بحركات الإصلاح هذه احتلال أهل الذمة مواقع خاصة في مؤسسات الدولة العثمانية بحيث أصبحوا يتميزون عن الموظفين المسلمين إصلاح الجيش تنبه الساس العثمانيون إلى أن ضعف الدولة يعود إلى عدم مسايرتها للنواحي التقدم التي شهدتها أوروبا وأثبتت لهم هزيمة الدولة المخزية في حربها مع روسيا سنة 1188 هذه الحقيقة فلم يعود هناك مفر من الاقتباس من الحضارة الغربية وبخاصة في المجالات العسكرية فاستعان العثمانيون بمستشار عسكري فرنسي والبارون ديتوت لتدريب فرقتين المدفعية والمهندسين وقد نجح هذا المستشار في إنشاء فرقة جديدة للمدفعية سريعة الطلقات سنة 1188 ضمت 250 جنديا وضابطا وفي بناء مصنع لهذه المدافع وإنشاء مدارس عسكرية حديثة ومدرسة لتعليم الرياضيات الحديثة وأعيدت المطبعة وجرى ترجمة المزيد من الكتب الفرنسية العسكرية وشهد عصر سليم الثالث بدايات التعليم العسكري على النمط الغربي ومرتبط به من اقتباس المعرفة الأوروبية حيث طلب السلطان نفسه من لويس السادس عشر أن تساعده فرنسا في إعادة بناء الجيش العثماني كما أنه أوجد حوله هيئة جديدة من الإداريين العسكريين المؤمنين بالإصلاح وقد رفع هؤلاء مجموعة من التقارير المتصلة بأوضاع الإمبراطورية وما يجب عمله لإنقاذها وقد ركزت معظم هذه التقارير على الإصلاح العسكري وأشارت إلى ضرورة إعادة وجاق الإنكشارية وغيره من الفرق لتنظيمها الأول وأن تتوافر للجيش أسلحة حديثة وأساليب تمكنه من الوقوف أمام الجيوش الأوروبية بالإضافة إلى تخفيض أعداد الجنود الانكشارية إلى 30 ألف جندي لتحسين كفاءتهم ونظامهم وبدل الجهود لإنتاج بنادق ودخائر على النمط الأوروبي وقام السلطان سليم الثالث بإنشاء فرق عسكرية جديدة أطلق عليها النظام الجديد توخى لها أن تتلقى تدريباتها على النمط الأوروبي الحديث وجعل لها خزان خاصة تنفق عليها وتستمد مواردها من الإقطاعات المجاورة ومن الضرائب الجديدة التي فردت على المفروبات الروحية وتجارة التبغي والبن وفردا على هذه الفرق ارتداء الملابس الأوروبية وتلقت تدريباتها على أيدي خبراء من فرنسا وإنجلاتيرا استقدمهم السلطان لهذا الغرض وأدخلت على أسطول الدولة العثمانية إصلاحات تشبه التي أدخلت على القوات البرية فجرى توسيع الترسان الرئيسية بتوجيه من المهندسين الفرنسيين وأنشئت ترسانات في الأقاليم وأصلحت السفن القديمة وبنيت أعداد كبيرة من السفن الحديثة وفق أحدث الطراز في المعمار البحري وطورت الدراسات البحرية ولد السلطان محمود سنة 1199 هجرية وتقلد مقاليد الخلافة العثمانية وهو في الرابع والعشرين من عمره فقلد مصطفى البيرقادار منصب الصدر العظمى وطلب منه إصلاح نظام الانكشارية فاعتردوا عليه ووقع الخلاف بينهم وبين السلطان وأرادوا إعادة الخليفة مصطفى الرابع المعزول لكنه قتل وهم يحاسرون الصدر الأعظم في قصره الذي أحرقوه وهو بداخله وقد رأى السلطان محمود أن نجاح الإصلاح في دولته يجب أن يكون شاملة لكل النظم العثمانية ومؤثرا في المجتمع ولا يقتصر على المجال العسكري ولذا يجب إزالة النظم القديمة حتى لا تعترض طريق الإصلاح والتخطيط الدقيق للإصلاح وإيجادة ضمانات اللازمة التي تكفل نجاحه قبل القيام به وقد نجح السلطان محمود في القضاء على فرقة الانكشارية التي قامت بالتمرد وإثارة الجماهير ضد الإجراءات المتصلة بإصلاح الجيش وبخاصة فيما يتعلق بارتداء القوات الجديدة للملابس الأوروبية لكن الشعب العثماني وقف ضدهم في الوقت الذي استعد فيه السلطان محمود لمواجهتهم إما مكنه من القضاء عليهم تماما وأنشأ جيشا قويا يتولى إمرته قائد عام كان قوامه 12 ألف جندي في العاصمة وقوات أخرى في الولايات وكما ارتبط التعليم لدى محمد علي بالجيش ارتبط بالجيش أيضا عند محمود الثاني الذي حاول الاقتداء بواليه الناجح فأرسل البعثات إلى أوروبا لتلقي العلوم العسكري خاصة وأنشأ المدارس الحديثة وعني بتعليم اللغتين العربية والفرنسية والزغرافية والتاريخ والرياضيات والعلوم وحاول السلطان إصلاح أجهزة الدولة المركزية فوضع الأوقاف تحت إشرافه وألغى التمارات وضمها إلى أملاك السلطان وأجرى أول إحصاء للأراضي العثمانية في العصر الحديث وأجرى تحسينات على شبكة المواصلات فأنشأ كثيرا من الطرق الجديدة وأدخل البرق وخطوط السكك الحديدية كما أنشأ جريدة رسمية للدولة وبعد وفاة السلطان محمود تولى ابنه عبد المجيد الخلافة وعمره دون الثامن عشر السلطان عبد العزيز ولد في الرابع عشر من شعبان سنة 1245 هجرية وتولى الخلافة بعد وفاة أخي عبد المجيد بن السلطان محمود وبعد وفاة غالي باشا وفؤاد باشا لدين توليا منصب الصدر الأعظم وضيقا على السلطان مارس السلطان عبد العزيز حكمه الشخصي فاشتد صخط العثمانيين على ممارسات السلطان الاستبدادية وتدخل السلطان الوالد باشا في شؤون الحكم وازداد القلق بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وإعلان إفلاس الحكومة العثمانية في أواخر سنة 1292 هجرية وهو الإفلاس الذي عزي إلى إسراف عبد العزيز وخراب ذمته هو وحاشيته وأما المحافظون فقد أرجعوا متاعب الدولة إلى التنظيمات العلمانية ونفوذ الأجانب وتدخلهم في شؤون البلاد مما أدى إلى انتعاش إسلامي كان من نتيجته التضييق على المدارس الأجنبية وأعمال المبشرين وطرد المعلمين والخبراء الأجانب كما اشتدت المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية والوضع الذي كان يتمتع به الأجانب وساءت أحوال الدولة الاقتصادية في أواخر عهد السلطان عبد العزيز بحيث توقف الصرف مرتبات المؤذفين بما في ذلك العسكريون لعدة شهور ولم يؤدي فرض ضرائب جديدة إلى معالجة الأوضاع المتردية لهذا سعى مدحة باشا إلى تحسين أوضاع الحكومة بخلع عبد العزيز خاصة ولأنه كان مؤمنا بأن ولي العهد الأمير مراد الخامس أم يلو إلى إعلان الدستور وفي السادس من جماد الأولى سنة 1293 هجرية قامت مجموعة صغيرة من كبار موظفي الحكومة يرأسهم مدحة باشا من قلاب ضد الخليفة عززته فتوى شيخ الإسلام وولت ثائرون السلطان مراد الخامس الذي كان قد اتصل بشباب العثمانيين عدة سنوات وكان السلطان مراد الخامس على جانب كبير من الذكاء والثقافة التركية كما أبدى اهتماما بالأدب والعلوم والشؤون الأوروبية وكان يهوى الموسيقى الغربية وزار أوروبا سنة 1284 هجرية وانخرط في سلك الماسونية وكان أم يلو إلى الليبرالية والدستور وإصلاح التعليم وطبعه بالعلمانية على أن مراقبة مراد في أواخر عهد عمه وإصرافه في الشراب أديا إلى اختلاط عقله بالصورة التي ظهرت عليه بعد توليه الحق وازداد هذا الاضطراب حتى نمى إلى علمه نبأ انتحار السلطان عبد العزيز ومقتل عدد من الوزراء على يد أتباع الأمير يوسف عز الدين بن عبد العزيز وحينئذ رأى الوزراء ضرورة خلع مراد وتولية أخيه عبد الحميد الذي كان مدحة باشا قد انتزع منه وعدا بإعلان الدستور السلطان عبد الحميد الثاني وانهيار الدولة العثمانية ولد عبد الحميد الثاني في 21 سبتمبر عام 1842 ميلادية وهو ابن السلطان عبد المجيد محمود الثاني صاحب فرمان التنظيمات الذي ينظم الدولة العثمانية على الطراز الأوروبي وتولى العرش خلفا لأخيه مراد في الواحد والثلاثين من أغسطس عام 1876 ميلادية وماتت أمه وهو في الحادية عشر من عمره فربته زوجة أبيه وعاملته معاملة الأم شفقة ورحمة وعناية درس عبد الحميد العلوم الأساسية في عهده وبجانبها تعلم اللغة العربية وأجادة والفارسية وأجادة وكان ينظم الشعر وكان الشخصية قوية منذ صغره كان متدينا وسط جو أوروبي يعيشه أمراء القصر السلطاني وحريصا على أداء الصلاة في أوقاتها عفيفا لا يشرب الخمر ويمنع تدخل نساء القصر في السياسة أو شؤون الدولة منعا باتا وتروي ابنته الأمير عائشة في اليوم التالي لتنصيب والد السلطان عبد الحميد سلطانا على الدولة العثمانية قابل زوجة والده التي أحبها حبا ملأ عليه فؤادا وقبل يدها وقال لا بحنانك لم أشعر بفقد أمي وأنت في نظري أمي لا تفتارقين عنها ولقد جعلتك السلطان الوالدة هو لقب خاص بأم السلطان لكني أرجوك بإصرار أن لا تتدخلي بأي شكل من الأشكال في أي عمل من أعمال الدولة وانصاعت هي لهذا الأمر تماما بدأ عبد الحميد حكمه الفردي بافتتاح مجلس المبعوثان لكنه السرعان ما عطله إلى أجل غير مسمى وكان هذا التعطيل في الثالث عشر من فبراير عام 1878 ميلادية واستمر الحكم الفردي لعبد الحميد مدة ثلاثين عاما ونصف عام تقريبا يعني حتى الثالث عشر من يوليو عام 1908 ميلادية عندما ثار عليه الجيش فاضطر إلى إعلان الحكم النيابي وافتتح البرلمان للمرة الثانية لكنه كان رحيما بالمعارضين له يستميلهم بقدر إمكانه وإذا نفى أحدا منهم ينفيه إلى مكان بعيد بعد أن يمنحه منصبا عاليا وراتبا كبيرا فعلى هذا على سبيل المثال مع نامق كمال الشاعر العثماني المعروف ومع ضياباشا الأديب العثماني الذائع الصيت ونسوق هنا ترجم لقصيدة نظمها الفيلسوفة التركي ريدا توفيق وهو من كبار رجال الاتحاد والترقي ومن أكبر المعارضين لحكم عبد الحميد هذه القصيدة لم يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان عبد الحميد يقول فيها عندما يذكر التاريخ اسمك يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم كنا نحن الذين افترينا دون حياء على أعظم سياسي العصر قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون قلنا لابد من الثورة على السلطان وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان وعملنا على إيقاظ الفتنة لم تكن أنت المجنون بل نحن ولم نكن ندري علقنا القلادة على فتين واهن لم نكن مجانين فحسب بل كنا قد عدمنا الأخلاق فلقد بسقنا أيها السلطان العظيم على قبلة الأجداد عبد الحميد ومشاكل دولته وقد بدأ عهد عبد الحميد بالمشاكل العديدة فتمرد السرب والجبل الأسود وتمرد بدأ في آخر عهد عبد العزيز واضطرب الوضع في جزيرة كريت ولم يكن في صالح الدولة وانتصر العثمانيون على قوات السرب في معركة الكاسيناج ولكن عندما اقترب العثمانيون من دخول بيليغراد إذا بروسيا توجه إنذارا للدولة العثمانية فخافت الدول الغربية وعلى رأسها إنجلاتيرا من مغبة تدخل روسيا وعقدت هذه الدول مؤتمر الترسان المشهور في اسطنبول في ديسمبر عام 1876 ميلادية برياسة صفوة باشا وزير الخارجي العثماني في هذا اليوم أعلن عبد الحميد الثاني الحكم المشروطي الديمقراطي في الدولة والواقع أن هذا المؤتمر قد أجبر الدولة العثمانية على القيام بإصلاحات في البوسنة والهيرسك وبلغاريا وفي الثامن عشر من يناير عام 1877 ميلادية اجتمع في الباب العالي مجلس مكون من 240 شخصا لدراسة مقترحات مؤتمر الترسانة لكن مدحة باشا دفع المجلس إلى رفض مقترحات الدولة وحرد طلبة العلوم الدينية العالية على القيام بمظاهرات لإجبار السلطان عبد الحميد على الحرب فقام المجلس بإجبار السلطان على التصديق على قرار برفض مقترحات المؤتمر فانفض السفراء وتركوا الدولة العثمانية بمفردها تواجه روسيا ولما كان نابوليون الثالث قد أرسى دعائم الفكر القومي العرقي في أوروبا فقد استغل الروس فرصة انتشار هذا الفكر وقاموا بدعايات ضخمة لإنقاذ إخوانهم السلاف الواقعين تحت الحكم التركي وأعلنوا الحرب في الرابع والعشرين من أبريل عام 1877 ميلادية على العثمانيين وبذلك بدأت الحرب العثمانية الروسية المشهورة التي استمرت من عام 1877 ميلادية إلى عام 1878 ميلادية وتعد هذه الحرب نكبة من نكبات التاريخ العثماني فقد رافق خسارة العثمانيين في الأرض مشكلة هجرة مليون مسلم عثماني من بلغاريا إلى اسطنبول وهذه الهجرة هي أصل مشكلة الأقليات الإسلامية اليوم في بلغاريا وغيرها من دول البلغان وعندما هاجر المليون عثماني رافقتهم مشاكل اجتماعية كبيرة في الإسكان وفي المعيشة وأخيرا عقدت في الحادي والثلاثين من يناير عام 1878 ميلادية معاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت تسعة أشهر وسبعة أيام وأمام ما تصوره عبد الحميد من قصور في الرأي العام ممثلا في هذا المجلس الذي دفع بالأمة إلى الدخول في حرب هي غير مستعدلة وليست في حاجة إليها قام السلطان في الثالث عشر من فبراير سنة 1878 ميلادية بتعطيل الحياة النيابية إلى أجل غير مسمى واضطر وزير الخارجية العثمانية أن يوقع معاهدة آيستفانوس التي فرضتها روسي على الدولة عقب هزيمتها أمامها وقد بكى الوزير وهو يوقع المعاهدة لأنها كانت مجحفة بالدولة إلى أن السلطان يذكر في مذكراته أنه عامل كثيرا على تخفيف وقع هذه المعاهدة على الدولة بتوقيع معاهدة أخرى هي معاهدة برلين في الثالث من يوليو عام 1878 ميلادية أي بعد أربعة أشهر وأحد عشر يوما من المعاهدة الأولى وفي العشرين من مايو عام 1878 ميلادية أثناء ما كان جيش الاحتلال الروسي يجتم على أراضي الدولة وانشغال هذه به قام شاب يدعى علي سعاوي مع أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة لخلع عبد الحميد وإحلال مراد وكان مريضا مرضا عقليا محلة إلى أن هذه المحاولة باءت بالفشل أما عن الديون العثمانية وخطورتها فقد وصلت الديون المتبقية من عهدي عبد المجيد والد عبد الحميد وعبد العزيز عمه إلى 252 مليون ليرة ذهبية عام 1881 ميلادية وكان هذا الرقم وقتها رقما هائلا وكانت كل من إنجلاتيرا وفرنسا في مقدمة الدائنين وقد نجح السلطان عبد الحميد في حل مسألة الديون هذه بتقليلها إلى النصف تقريبة لذلك كان الموظفون العثمانيون وخاصة الضباط يتدجرون عندما يقبضون رواتبهم متأخرة وهذا الأمر كان من أسباب ضيق الموظفين في عهد عبد الحميد وبعد وفاة السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد بخمس سنوات أثار عبد الحميد قضية هذه الوفاة ولذلك قدم مدحة باشا وأعوانه إلى المحاكمة في محكمة يلدير في 27 يونيو عام 1881 ميلادية بتهمة قتل السلطان الدولة وأصدرت المحكمة قرارها بالإدانة ثم نقل مدحة باشا وصاحبه محمود جلال الدين باشا في 28 يوليو عام 1881 ميلادية بالسفينة عز الدين إلى قلعة الطائف حيث حبسا في السجن العسكري هناك واستمر هذا الحبس سنتين وتسعة أشهر ثم وجد مدحة باشا وزميله في السجن مقتولين خنقا ولم يعرف من المحرض على القاتل والمعروف أن إنجلاتيرا حاولت إنقاد مدحة باشا من هذا السجن بتهريبه منه حتى إنها خصصت سفينة عسكرية بريطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض في 21 يوليو سنة 1905 ميلادية دبر الأرمين مؤامر لقتل السلطان عبد الحميد عرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القنبلة دبرها ونفذها الأرمين وعيدها المعارضون لعبد الحميد وبخاصة العاملون في النشر والإعلام ومع هذا فقد كان حكم عبد الحميد بالنسبة إلى الدولة العثمانية عهد استقرار وكان الشعب يشعر بالأمان لكن نتيجة أن السلطان كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائمة ويحد من الصحافة والحرية السياسية فقد عاداه الضباط وطلبة العلوم العليا خاصة طلبة الطبية العسكرية المسائل العربية في عهد عبد الحميد بجيش مكون من 23 ألف جندي فرنسي استقدموا من الجزائر مع أسطول بحري وثمانية آلاف جندي فرضت فرنسا حمايتها على تونس ووقعت معاهدة باردو قصر سعيد في الثاني عشر من مايو سنة 1881 ميلادية بذلك احتج الباب العالي وأخذ الوزير محمود صادق باشا أمير تونس يطلب النجدة فذهب إليه أسطول عثماني مدرع إلى أن هذا الأسطول اضطر إلى الانسحاب من مياه كريت لعدم التوازن في القوى بين الأسطولين العثماني والفرنسي ولم تكن الدولة العثمانية في الواقع قادرة على أن تدافع عن تونس وكلما استطعت عمله أنها لم تعترف رسميا بالاحتلال الفرنسي وظل عبد الحميد يعتبر تونس قطعة من الدولة العثمانية في السالناما الرسمية وكان احتلال بريطانيا لمصر في الخامس عشر من سبتمبر عام 1882 ميلادية هو الحدث الكبير الثاني في السياسة العثمانية الخارجية فيما يختص بالأمور العربية إن العلاقات العثمانية المصرية كانت قد اتخذت طورا متشددة تجاه إسراف الخديوي إسماعيل بعد أن استطاع الحصول من عبد العزيز على امتياز بالاقتراض الخارجي ووصل الأمر بالاخديوي إلى أنه اقترض من إنجلاتيرا وفرنسا مبلغ 100 مليون جنيه ذهبا في عشر سنوات ولتقريب هذه المسألة نقول إن ديون الدولة العثمانية كلها بعد جهود عبد الحميد في تخفيضها إلى النص تقريبة تعادل جملة اقتراضات الخديوي إسماعيل بمفرده وهو خديوي على إيالة مصر العثمانية مما أعطى انطباعا لدى السلطان عبد الحميد بعظم إسراف الخديوي وهذا الإسراف دفع إسماعيل في نوفمبر عام 1875 ميلادية إلى طرح أسهمه الشخصية في قناة السويس للبيع وحاولت فرنسا أن تشتريها إلى أن سرعة حركة ديزرائي لرئيس وزراء بريطانيا في شراء هذه الأسهم عطلت حركة فرنسا في العمل وهذا أدى إلى توقع وقوع مصر فريسة للاحتلال البريطاني ولم تكن فرنسا من القوة بحيث تستطيع وقتها عمل شيء لتعطيل تحرك الإنجليز في مصر ومع ذلك لم يجدي بيع إسماعيل لأسهمه في قناة السويس نفعه كان جيش مصر قد بلغ أيام إسماعيل 30 ألف عسكري ما بين ضابط وجندي ثم أدى تدخل الوزراء الأوروبيين في الوزارة المصرية إلى تخفيض هذه القوة إلى 11 ألف وتسريح 2500 ضابط وكان هذا العدد يقرب من نصف عدد ضباط الجيش وكان عدد الضباط المصريين قليلا بالنسبة إلى الضباط الآخرين من رعاية الدولة العثمانية كالألبان والأباضا والشركس وغيرهم إلى أن أغلب الضباط المحالين إلى التقاعد كانوا من المصريين فاستاء هؤلاء وبدأ في مصر لأول مرة الشعور بالقومية وظهر الأمير لاي أحمد عرابي بي نتيجة لهذا الجو الجديد قام السلطان عبد الحميد الثاني بإصدار إرادة سنية في 25 يوليو سنة 1879 بعزل الخديوي إسماعيل باشا وتعين ابنه الأكبر وولي العاد محمد توفيق باشا مكانا وطلب إسماعيل من السلطان عبد الحميد الإذن بالإقامة في اسطنبول والإفادة من أملاكه هناك فأدن له وقام إسماعيل في قصره في حي بايزيد في اسطنبول وكذلك في قصره الصيفي على البصفور في حي أميركان ومات إسماعيل في اسطنبول في الثاني من مارس سنة 1895 ميلادية عن 65 عاما والمعروف أن إسماعيل درس في الأكاديمية الحربية في باريس وفي علاقة عبد الحميد بإسماعيل أيضا مسألة إهداء السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد جزيرة ياسي آدر وهي جزيرة صغيرة جميلة بالقرب من اسطنبول إلى إسماعيل وعندما تولى عبد الحميد أعاد هذه الجزيرة إلى أملاك الدولة عبد الحميد والثورة العرابية أما أحمد عرابي بيك فقد أيده عبد الحميد ومنحه رتبة أمير لواء مع الباشوية كما منحه الوسام الحميدي من الطبق الأولى والمعروف أن الرتبة العسكرية في مصر فيما فوق أمير لاي لا تمنح إلا من السلطان نفسه قام عرابي باشا بإنهاء عمل الموظفين الأوروبي فاحتجت عليه كل من إنجلاتيرا وفرنسا وقامت بمراجعة الباب العالي في شأن إرسال قوة عسكرية إلى مصر ولم يقع عبد الحميد في هذا الفخ ورفض إرسال قوة عسكرية لأن قمع الحركة الوطنية المصرية بجنود أتراك لصالح الدول الأوروبية وهي دول استعمارية كان من شأن الإساءة إلى مقام الخلافة في كل أرجاء العالم الإسلامي ويتنافى مع مبدأ الجامعة الإسلامية التي كان عبد الحميد قد اتخذها سياسلة وفي هذه الأثناء تولى عرابي باشا وزارة الحربية وفي الحادي عشر من يوليو سنة 1882 ميلادية حدثت قلاق الإسكندرية ومات عدد من الأوروبيين هناك كما جرح أربعة قناصل لذلك قام الأميرالاي سيمور قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط وكانت إنجلاتيرا قد أعلنت أنها ستحمل أجانب في مصر بدرب الإسكندرية بالمدفعية البحرية ضربا متواصلا وفي اليوم التالي الثاني عشر من يوليو سنة 1882 ميلادية احتل الإنجليز المدينة وفي الثاني عشر من سبتمبر سنة 1882 ميلادية قام السير جرانت ويلزلي بالتغلب على قوات عرابي باشا في معركة التل الكبير في عشرين دقيقة ودخل الجيش الإنجليزي القاهرة في الخامس عشر من سبتمبر سنة 1882 ميلادية ونفت بريطانيا أحمد عرابي إلى سيلان وكانت بريطانيا تردد دائما أنها تحتل مصر والسودان احتلالا مؤقتا ولم يكن للاحتلال صفة رسمية أو وضع قانوني وإن كان أمرا واقعا إلى أن مصر رسميا كانت تابعة للدولة العثمانية واستمرت مصر حتى عام 1914 ميلادية تاريخ إعلان الحماية البريطانية عليها ترسل متعلقات تبعيتها للعثمانيين إلى اسطنبول سنويا وكذلك كان تعيين الرتب الكبير فوق الأميرالاي لا يتم إلا عن طريق السلطان عبد الحميد ومسألة العقبة والمسألة الثالثة المهمة في العلاقات العثمانية المصرية في عهد عبد الحميد تتجلى في مسألة العقبة عام 1906 فبعد أن ضيق العثمانيون على الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجي للاحتفاظ بطريقهم إلى الهند سليمة وخوف بريطانيا من خط سكة حديد الحجاز خاصة بعد دخول ألمانيا منافسا للقوى الأوروبية في خط سكة حديد بغداد في تلك الفترة كان السلطان عبد الحميد مشغولا بإنشاء خط سكة حديد مكة الطويل برأس مال إسلامي وأيدي عاملة مسلمة وكان خط سكة حديد الحجاز قد وصل إلى المدينة المنورة وقد ربط هذا الخط بين إسطنبول ودمشق والمدينة وفي هذه الفترة نفسها أنشأ السلطان مدينة بير السبع بين غزة وبحيرة لوط في جنوب فلسطين وفي عام 1901 ميلادية حلت قوة تركية هناك وتكون حولها قصبة والواقع أنها كانت قاعدة استراتيجية عثمانية تشرف على شبه جزيرة سيناء والجزيرة العربية وطريق الحجاز ومسر وكان من شأنها أيضا مراقبة الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر وتشكل هذه القاعدة العثمانية الاستراتيجية التي أقيمت على أطلال المهزورة متراكمة حول بئر واحدة من بدايات مسألة العقبة وفي عام 1905 ميلادية قام الإنجليز بتحريد بعض القبائل اليمانية بالتمرد على الدولة لكن العثمانيين استطاعوا القضاء على هذا التمرد عند إذن أدركت بريطانيا أنها عاجزة عن الإدرار بالعثمانيين في اليمن وهي ولاية ذات أهمية استراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن لذلك قام الإنجليز باختلاق حادثة على حدود مصر وكانت هذه الحادثة هي حادثة قرية تسمى العقبة طلبت إنجلاطيرا إرسال جنود إلى هذه القرية التي يسمح الباب العالي بوجود جنود مصريين فيها خاصة بمناسبة أعمال الحاج لذلك كانت إنجلاطيرا تريد السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر وتدخل منه إلى داخل الجزيرة العربية أرسل السلطان عبد الحميد أحد يورانه المخلصين وهو الأميرالاي رشديبيب باشا فيما بعد إلى المنطقة فصار مع طابورين من الجنود ومدفع واحد واتجه إلى العقبة وأخلاها من الجنود المصريين الذين كانوا فيها بعد أن أبلغهم أن هذا قرار من السلطان وبموجب أمر من عبد الحميد احتل رشديبيق قسب الطابة بعد أن أخلاها من الجنود المصريين ليفاجئ الإنجليز بالأمر الواقع أدركت إنجلاطيرا أنها على أبواب صدام قريب مع الدولة العثمانية بشأن الحدود خاصة بعد قيام الشعب المصري في القاهرة وسائر المدن المصرية بمظاهرات تهتف بحياة عبد الحميد وبسقوط الاحتلال الإنجليزي وقدمت إنجلاطيرا للباب العالي إنذارا باحتلال العقبة وطاب في مدة عشرة أيام إذا لم يرسل الباب العالي إلى رشديبيك تلغرافا بإخلاء القلعتين وقالت إنجلاطيرا في إنذارها إن من حقها الدخول في حرب مع الدولة إذا لم يحدث صدى إيجابي للإنذار ولكي تدخم إنجلاطيرا المسألة أمرت أسطولها في المحيط الأطلسي بدخول البحر المتوسط عن طريق جبل طارئ ليكون بجوار الأسطول البريطاني في البحر المتوسط أبلغ عبد الحميد إنجلاطيرا برفضه لهذا الدغط البريطاني وقال إن مصر جزء من الدولة العثمانية رسميا وليس لإنجلاطيرا حق فيما تريده وقال إن الحدود المصرية العثمانية لا يحلها إلا دباط من مصر ومن الدولة العثمانية وفي أول أكتوبر عام 1906 دي قامت دباط العثمانيون والدباط المصريون بتنظيم الحدود واستقر الأمر على أن طابة مصرية عبد الحميد واليهود عندما مات البارون هيرش كان يأمل في إقامة وطن ليهودي روسيا في الأرجنتين وعندما تدخلت يودور هيرزل في المسألة اليهودية أصبح الأمر لا يتعلق بيهود روسيا فقط بل بكل اليهود ولم يصبح الوطن الذي يطلبونه الأرجنتين بل أصبح في فلسطين وكانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية يقول تحسين باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في عهد عبد الحميد في مذكراته ما يلي جاءت شخصية كبيرة صهيونية يهودية نمساوية إلى اسطنبول وطلبت إقامة وطن يهودي في سنجق القدس وقالت هذه الشخصية إنها تتحدث في هذا باسم الصهيين وأن روتشيلد المصرفي المشهور وراء هذا الأمر وكان أساس مطلب هذا اليهودي إقامة قرى يهودية في فلسطين في مكان تحدده الحكومة العثمانية ولا مانع من وجود منازل إسلامية في هذه القرى إذا رغبت الحكومة في هذا وسيتبع اليهود القادمون من الخارج قوانين ونظم الدولة العليا العثمانية وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات والتسهيلة اللازمة في مسألة الديون العمومية وتقديم الضمان الكافي بهذا الكتاب ولأن هذا اليهودي كان له وزنه واعتباره والمسألة تتعلق بالديون العمومية للدولة عرض الموضوع على السلطان الذي أذن بمقابلته وبعد هذه المقابلة التي عاد منها السهيوني النمسوي إلى بلاده السفر اليدين أمر السلطان عبد الحميد سفراء الدولة العثمانية في كل من واشنطن وبرلين وفيينا ولندن وباريس بتعقب الحركة السهيونية وإرسال تقاريرهم أولا بأول إلى السلطان كما قاموا بناء على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود في البلدان التي يعملون بها أيضا بإرسال مخبرين عثمانيين متنكرين إلى الاجتماعات السهيونية في أوروبا وإرسال قصاصات الصحف والمجلات الأوروبية المتعلقة بالنشاط اليهود في أوروبا وبذلك خط عبد الحميد بنفسه الخطوط الأساسية للسياسة العثمانية تجاه اليهود وفهم تفكيرهم تجاه القضية الفلسطينية وفي 28 يونيو 1890 ميلادية وفي 7 يونيو من العام نفسه أصدر السلطان عبد الحميد إرادتين سلطانيتين بي عدم قبول الصهينة في الممالكة الشهانية الأراضي العثمانية وإعادتهم إلى الأماكن التي جاءوا منها وأعطى أوامره إلى نظارة الشؤون العقارية بعدم بيع أراضي للمهاجرين إلى فلسطين يقول محرم فوزي طوغاي في مقال له في الثاني من مايو عام 1947 نشرها في مجلة بيوك طوغو التركية بعنوان فلسطين والمسألة اليهودية مايلي إن تصرف عبد الحميد تجاه الحركة اليهودية بهذا الشكل المعادي كان معناه أنه يتسبب في هدم تاجه وهدم عرشه ليس هذا فقط بل ومن ثم في هدم الدولة العثمانية كلها ويقول العقيدة التركي حسام الدين أرتورك في كتابه خفايا عهدين نشر في اسطنبول عام 1957 ميدادية مايلي قدم كل من تيودور هيرتزل والحاخام الأكبر طلبا شخصيا إلى السلطان عبد الحميد يطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلي مستقل في صنجوق القدس فما كان من عبد الحميد إلا أن طردهما ويقول نظام الدين تبى دانالي أوغلي بالتعليق على هذه المسألة قائلة إن تصرف السلطان عبد الحميد تجاه هيرتزل بهذا الشكل كان كما فاطن السلطان لذلك من شأنه أن يعمل هيرتزل واليهود على دعم أعداء السلطان وأعداء السلطان يتمثلون في الآتي تأييد الأرمين وتدعيم حركتهم ضد السلطان عبد الحميد تأييد الحركة القومية في البلقان لانفصال هذه المنطقة عن الدولة تأييد الحركة القومية الكردية التي ظهرت عام 1880 مينادية وبدأت من محاولات اتحاد 30 عشيرة كردية متنافرة تأييد كل حركة استقلال عن الدولة العثمانية دعم قوى حركة الاتحاد والترقي ودفعها إلى قلب الأوضاع السياسية في الدولة عبد الحميد وحركة الجامعة الإسلامية ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتسع ذلك المصطلح ليشمل عدة مفاهيم فبعض المصلحين رأى فيها دعوة للرجوع بالدين إلى ما كان عليه السلف الصالح والبعض فسرها بأنها دعوة لتحديث المفاهيم الإسلامية وتطويرها بشكل يسير تطور الحياة الحديثة ويتمشى مع المفاهيم الواردة من مدنية الغرب وثقافته ورأي ثالث رأى فيها دعوة إلى إحياء الخلافة العربية القرشية من جديد لكن من غير أن يكون لهذا الخليفة السلطة دنيوية بل مجرد رمز ديني لوحدة المسلمين أما الرأي الأخير والأقرب إلى الدقة فرأى فيها تلك الدعوة التي انطلقت من عاصمة الدولة العثمانية والتي استهدفت تشديد قبضة الدولة على ما تبقى من ولاياتها أمام الخطر الأوروبي الزاحف عليها من الغرب وامتداد النفوذ الأدبي للسلطان العثماني من منطلق كونه خليفة للمسلمين وخاصة منهم خارج حدود العالم الإسلامي لتتبادل معهم الدولة الدعم المادي والأدبي لمواجهة الغزو الأوروبي وما أحدثته هذه الحركة من ردود فعل متباينة بين مؤيد لها ومساند وبين معارض لها ومناهض تولى السلطان عبد الحميد الحكم سنة 1876 ميلادية وقد بلغت أطباع الدول الأوروبية في الدولة العثمانية أوجاء وأوشكت المشاكل والفتنة الداخلية أن تقوض أركان الدولة من الداخل وأهمها جماعة تركيا الفتاة التي كانت تنادي بالأخذ بالمبادئ الأوروبية الغربية في كل شيء وحاولوا إخداع السلطان لنفودهم كما فعلوا مع سابقه لأنه رفض وسعى لإضعاف نفودهم في الدولة وكان انتشار تلك الأفكار في الدولة العثمانية التي يدين سكانها بالإسلام يشكل خطرا على وحدتها السياسية وكان للسلطان عبد الحميد مفهوم خاص في إدخال عناصر المدنية إلى بلاده فهو لا يريد حضارة الغرب بمعنى الثقافة والتراث لأنه كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوق على الحضارة الغربية إنما كان يريد اقتباس ما لديهم من علوم حديثة وليس مرة واحدة ولكن بالتدريج وأدرك السلطان أنه أمام أخطاء داخلية وخارجية ورأى أن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تمكنه من ذلك وفي هذا يقول إن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوية ونحن أمة حية قوية ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم وكان يرى أن الحروب الصليبية ضد الدولة العثمانية دائما ومستمرة فلابد إذن من العمل بالإسلام على توحيد عناصر الدولة المتعددة من عرب وترك وأكراد وغيرهم في جبهة واحدة حتى يمكن الصمود أمام الغرب ويرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمانية لا تكفي ولكن لا بد من امتداد تأثير الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمية العالم في إفريقيا وآسيا وغيرها وأيد فكرة الجامعة الإسلامية كثير من علماء الدولة العثمانية أنذاك منهم الشيخ عاطف الاسكليبي والشاعر محمد عاكف أرسوي والشيخ بديع الزمان سعيد النورسي وفي بلاد الشام ناد بها الشيخ أبو الهدى الصيادي الشيخ عبد الرحمن الكواكبي السيد محمد رشيد ردة عبد القادر المغربي السلطان عبد الحميد والاتحاد والترقي الاتحاد والترقي هو أول حزب سياسي في الدولة العثمانية ظهر في عام 1890 ميلادية وكان سريا مكونا من خلايا طلبة الحربية والطبية العسكرية ويهدف إلى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص منه وتم اكتشاف هذا الجهاز في سنة 1897 ميلادية فنفي عديد من أعضائه وفر بعضهم إلى باريس وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق أول أحمد جلال الدين باشا إلى باريس لاستمالة أعضاء المعارضة من الاتحاديين فنجح في استمالة أكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب كبيرة في الدولة إلى أن المعارضين على رأسهم أحمد ردابيك ظلوا على معارضتهم وفي المدة من الرابع إلى التاسع فبراير 1902 ميلادية عقد في باريس مؤتمر للأحرار العثمانيين حضرته كل من العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد وعلى رأسهم أعضاء الاتحاد والترقي وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة العثمانية إلى حكومات مستقلة استقلالا ذاتيا على أساس عرقي قومي وظهر المعارضون لهذا الرأي ومنهم أحمد ردابيك نفسه إلى أن الأغلبية كان لها قوتها في تأييد هذا القرار وطالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لإنهاء حكم السلطان عبد الحميد وإقصائه عن العرش وفي داخل البلاد العثمانية وخصوصا في سالانيك ومناصر افتتح الاتحاد والترقي فروعا له التحق بها الضباط الشبان من رتبتي ملازم ويوزباشي ثم بدأت دخول الضباط من الرتبة الكبيرة حتى إنه يتردد أن كل ضباط الجيش العثماني الثالث في البلقان كانوا في عام 1908 منضمين إلى الاتحاد والترقي وكان منهم أركان حرب قول أغاسي مصطفى كمال أفندي أتى تورك فيما بعد إلى أنه انسحب فيما بعد من الاتحاد والترقي وفي مذكرة لجمعية الاتحاد والترقي إلى قناصل الدول الأجنبية في الدولة العثمانية طالبت الجمعية بتدخل دول هؤلاء القناصل لإنهاء حكم عبد الحميد وتحالفت الجمعية مع الثوار البلقانيين ضد السلطة اعتقد الاتحاديون بأنهم بإزالة عبد الحميد يستطيعون تقريب العناصر المختلفة في الدولة وأن دول أوروبا ستكف عن مضايقاتها للدولة العثمانية وتصور الاتحاديون أن هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية الدولة العثمانية إذا انتهى حكم عبد الحميد الفردي غير المشروط غير الديمقراطي والذي حدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك مما أصاب الاتحاديين بالهلع وفي الثالث والعشرين يوليو 1908 اضطر عبد الحميد اضطرارا إلى إعلان المشروطية الثانية وتولت جمعية الاتحاد والترق الحكم وأعلنت تمثلها لمبادئ الثورة الفرنسية الحرية العدالة المساواة الأخوة وفي الخامس عشر من أكتوبر 1908 استقلت عن الدولة العثمانية كل من بلغاريا وكريت التي أعلنت انضمامها لليونان واستقلت كما ذكرنا البوسنة والهرسك وفي الثالث عشر من أبريل دبر الجيش العثماني حادثة عرفت باسم حادث 31 مارس ثم نسبوها إلى عبد الحميد وقالوا إنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد جماعة الاتحاد والترقي واتخذ الجيش هذا دريع للتحرك لعزل السلطان عبد الحميد الثاني وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفدا مكونا من أربعة أشخاص لم يكن منهم تركي ولا عربي واحد وإنما كان على رأس الوفد يهودي والثلاث الآخرون أرميني وألباني وجورجي واليهودي هو إيمانويل قراسو الذي لعب فيما بعد دوره المشؤوم في الاحتلال الإيطالي لليبيا وتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في السابع والعشرين من أبريل سنة 1909 وكان على السلطان عبد الحميد أن يركبه وأسرته القطار إلى منفاه في سلانيك وي مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي وكان مقر منفى السلطان عبد الحميد في هذه المدينة ذات الطابع اليهودي في قصر يمتلك يهودي يسمى ألاتيني إمعانا في إذلال عبد الحميد وفي العاشر من فبراير 1918 مات السلطان عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد عن 76 عاما واشترك في تشييع جنازته كل شعب إسطنبول تقريبا لقد خدم السلطان عبد الحميد أمته 33 سنة قدم خلالها خدمات جليلة فحفظ الدولة بعد الحرب الروسية التركية من أن تفقد المزيد من أراضيها في أوروبا وقام بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة بكل فروعية ودور المعلمين والمعلمات ومدارس اللغات ومدرسة الفنون النسوية وافتتح متحف الآثار الشرقية والمتحف العسكري ومكتبة بايزيد ومدرسة الطب وغيرها وفي مجال الإصلاحات العسكرية استقدم الخبراء الألمان لتدريب الجيش وفق الأساليب الحديثة وأرسل البعتاث العسكرية للخارج وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة ويذكر له في مجال الإنشاءات والمواصلات إنشاؤه الخط الحديدي الحجازي وعددا من الطرق في سوريا وتوسعه في إنشاء خطوط البرق وجرى في عهد بناء دار الحكومة في دمشق والثكن الحميدية جامعة دمشق اليوم وإصلاح الكعب المشرفة وغيرها الدولة العثمانية نحو الإنهيار رأت السلطات العثمانية وعلى رأس السلطان وحيد الدين أن مصلحتها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى أن تتعاون مع الحلفاء وبخاصة إنجلاتيرا على اعتبار أن ذلك من شأنه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه فتم حل جمعية الاتحاد والترقي ومصادرة أملاكها وحل البرلمان والحكم بمراصيم وكانت الدولة العثمانية قد استسلمت في الحرب العالمية الأولى في عهد السلطان وحيد الدين بعد أن تولى الخلافة بعدة شهور فقط ونتج عن هزيمتها أن سيطر الحلفاء على اسطنبول والمضائق واحتلت اليونان الأقسام الغربية وضعت البلدان العربية من يديها وعراد السلطان وحيد الدين أن ينقذ الدولة مما هي فيه فوضع ثقته في مصطفى كمال الذي لمع نجمه أثناء الحرب لكنه بدأ يعمل لصالح نفسه وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان مصطفى كمال أنجح قادة الميدان العثمانيين فقد تولى في أواخر سنة 1914 ميلادية قيادة القوات التركية التي وكل إليها حماية الدردانيل وكانت قاعدتها الرئيسية شبه جزيرة غاليبولي وبفضل شجاعته فشل الإنزال البريطاني بها لاحتلالها هذا ما يقال في التاريخ والواقع قد يكون غير ذلك قد يكون بتواطئ معه لإظهار أنه شجاع وبطل وقد جعلته هذه المعركة التي أنقذت الأسطانة من السقوط بطلا قوميا فأنعم عليه بلا قباشة ثم عقدت هدنة مودانيا في 12 أكتوبر 1921 ميلادية اعترفت بمقتضاها حكومات الحلفاء بعودة السيادة التركية إلى اسطنبول والبغازين وتراقيا الشرقية وأجلت عودة الأطراق إلى هذه المنطقة حتى توقع معاهدة الصلح وفي الأول من نوفمبر سنة 1922 أعلن المجلس الوطني الكبير أن السلطنة قد زالت منذ أن احتل الإنجليز اسطنبول قبل ذلك بالسنتين كما أن المجلس قرر أنه وحده الذي يختار الخليفة من بين أفراد أسرة أهل عثمان وفي 17 نوفمبر 1922 أجبر السلطان وحيد الدين على ترك منصب السلطنة وترك عاصمة الخلافة إلى مالطة حيث أقلته بارجة حربية إنجليزية كانت راسية بالميناء تنتظر ذلك ونودي بالأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ابن عم وحيد الدين خليفة للمسلمين بعد موافقة المجلس الوطني الكبير وفي الرابع والعشرين من يوليو سنة 1923 ميلادية جرى التوقيع على معاهدة لوزان التي نصت على عودة السيادة التركية على ما يقرب من كل الأراضي التي تشتمل عليها تركيا الآن وألغيت الامتيازات الأجنبية ونتيجة لما توصل إليه في معاهدة لوزان أحرز مصطفى كمال هيبة والسلطة كانت لازمتين لإتمام تشكيل الدولة الجديدة فلما انسحبت قوات الحلفاء دخلتها القوات التركية في السادس من أكتوبر 1923 وبعد ذلك بأسبوع أصدر المجلس الوطني الكبير قانونا جديدا نص على جعل أنقرة العاصمة الرسمية للدولة التركية بدلا من إسطنبول التي تحمل ذكريات الخلافة والسلطنة ثم أقر المجلس قانونا جديدا في 29 أكتوبر 1923 نص على كون تركيا جمهورية تستمد كيانها من الشعب وانتخب مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية وفي الأول من مارس 1924 دعا مصطفى كمال المجلس الوطني إلى عقد جلسة وقدم مرسوما بطرد الخليفة وإلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة واستمر الجدل والنقاش حول هذه الخطوة في المجلس عدة أيام وفي صباح اليوم الثالث من شهر مارس أديع نبأ إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة وأمر في الوقت نفسه السلطان عبد المجيد بمغادرة البلاد إلى سويسرا وما إن تم القضاء على الخلافة حتى جرت سلسلة من التغييرات التي استهدفت فصل الدين عن الدولة فألغيت وزارة الأوقاف وصدرت ممتلكاتها وألغيت وظيفة شيخ الإسلام ونقل الإشراف على المدارس الدينية إلى إدارة التعليم المدني التي أصبحت مسؤولة عن التعليم العام ثم ألغيت المحاكم الشرعية التي انتقلت اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية كما ألغيت الكتابة بالحروف العربية واستبدلت بها الحروف اللاتينية وفي سنة 1934 ميلادية أعطيت المرأة التركية حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية وألغيت الألقاب العربية وفرد على الأتراك استعمال ألقاب أسرية على النمط الغربي وقد استهل مصطفى كمال هذا الإجراء بأن أطلق على نفسه لقب أتاتور بمعنى أبو التورك وجعلت العطلة الرسمية الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة وفرد على الأتراك ارتداء القبع والملابس الأوروبية